تمام يا دكتورة سامر أكمل؟ آه تمام يا دكتورة سامر حضرتك فدخلت على الحالة فبسألها السؤال الأول بتاعنا أنتي اسمك إيه وكم سنة طبعا الحالة مكادش بترد كانت تعبينة فلي كان بيرد كان الناس البسيطة اللي كان موابودين حواليها فهانتي اسمك إيه وكم سنة قالوا لي ده عندها 18 دخل على 18 فالسؤال التاني طيب ده الحامل الكام فقالوا لي ده ده الحامل الرابع لها الرابع لها 18 سنة ده رابع حامل لها طبعا يعني ده حملت 3 مرات وده الحامل الرابع أنا طبعا ما زهلتش ولا حاجة عادي خلاص ولا كأن أنا عندي 24 سنة لسه ما تجوزتش وهي 18 سنة ورابع حامل لها ونظرة الحقد مشتغلتش ولا حاجة تمام فاستغرقت ماشي تمام ما ظهرش علي أي شكوة ولا حاجة ولا استنكار للموضوع وماشي كمان ده 3 رابع حامل 6 اتفضل ايه اللي حصل قالوا اللي هي بتاعها ترجيع فضيع ما بتبطلش ترجيع طول اليوم لكن اللي جابنا دلوقتي ها يا ست ايه اللي جابت دلوقتي استعر باع الفجر انها بتكوح دم بتكوح دم اكيد تقصدي انها من كتر ما بتحزق في الترجيع بيطلع شوية دم في الترجيع ده عادي حاجة مش حاجة تستاهل ان احنا نيجي باع الفجر لا 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 ده هي بتكوح دم خلاص الله بتكوح دم واحدة حامل في الاول كده يمكن يكون حاجة لها علاقة باي سيستم تاني يمكن يكون هي تعبنة من حاجة تانية طب يعني اعمل ايه طيب ماشي ايه اللي حصل طب احكيلي كده احكيلي ايه اللي حصل قالولي اول حملة لها ما شاء الله حملت بعد الجواز بشهر تمام عملت موستف بريجنانستست عملنا اختبار حمل طريق ايجابي الحمد لله فروحنا على طول على الوحدة الصحية اللي جنبنا دكتور ما شاء الله صغير كنا لسه بنبريك له على التخرج قريب كان لسه صغير كده بس ما شاء الله شاطر فاحنا روحنا له قال لنا تمام عمل لها صنوار بالصنوار اللي موجود في الوحدة الصحية وقال لنا ده لا ده يا جماعة لا هي انتو حمل بتروح حمل دلوقتي بقالها شهرين بس انا مش شايف عندي كيس حملة ولا حاجة فلا ما عليش ده حمله مش سليم واحنا هننزل الحمل ده خلاص طب هننزله زي يا دكتور قالنا هديكو شريت برشام كده هيزبط الدنيا وهننزل عليها دم طب تمام خلاص ننزل عليها دم وقلنا يا قدر الله وما شاء فعل وخلاص وانا خدت العلاج فعلا وبدأ ينزل عليها دم تمام وخلاص استنينا الحمد لله الحمد لله من كرم ربنا عشان احنا نيتنا صافية وبين تلك كويسة مفيش بعدها بشهر على طول وعملنا اختبار حمل استنينا الدورة تيجي مجاتش فالحمل التاني عملنا اختبار حمل ترأي جابي هلو جدا فانا برضو ما شاء الله طب الحمل بيحصل تاني شهر احجوا قوي رحنا برضو على الوحدة الصحية اللي جنبنا نفس الدكتور اللي كان موجود الصغير اللي كان لست متخرج ده بيعمل صنار برضو بعدها بشهرين حصلة محبش نكشف بادري احنا ايه؟ عارفيني ان الدكتورة بتحب تعمل افلام كده عن الحمل وكلام ده فاحنا مرحناش في الاول على طول استنينا وروحنا تاني حمل على فكرة اللي اللي بحكيه ده بالضبط اللي حصل انا مش زود ولا كلمة ولا بنقص كلمة ده اللي فعليا حصل رحنا تاني حمل لها فروحنا الوحدة الصحية الدكتور قال لنا ده نفس الكلام على فكرة بس انا شايف فيه سمك كبير في الطنط الرحب زيادة عمل اللزوم قال لنا احنا عصلا على فكرة احنا جايين اساسا اللي جابنا مننزل عليها دمي فقال لنا لأ برضو الحمل ده شكله مش هيكمل كويس بس انا شايف ان احنا استعملنا للقراس لا لا احنا هنعمل عملية كحت خلاص زي ما احنا شايفين كده هنعمل عملية كحت والعملية دي مش هتكلفكو كتير هعملهاكو هنا في واحدة تمام؟ وهنعمشيك بيها كل البقايا دي كلها عشان الدم يوقف تمام؟ يعني هو ربنا يا ربي يعني برضو مش هنعترض على ايرادة ربنا وماشي مش مشكلة تمام؟ فخلصت وبعدين بقى من رحمة ربنا يعني ربنا برضو ايه معانا على طفول فاحنا يدود بعدها بشهر تاني لقينها برضو عملية اختبار حمل اطلاح ايجابي فاحنا فرحنا جدا بقى بس قولنا المرة دي بقى معالش احنا نسيبلي واحدة الصحية نستشيل حد جبير بقى نشوف يعني دكتور يكون قديم شوية ولا حاجة او يكون دكتور معاه دراسات شوية لان دكتور اللي جنبنا نسا متخرج بس قولنا نكشفها في مكان تاني مستشفى كبيرة شوية زي المشتفى الحلوة دي الجميلة اللي في الصورة دي نكشف شوية ونشوف ايه المشكلة او بتسقط ليه يمكن يكون في سبب ولا حاجة احنا دخلنا بقى المستشفى هنا ودكتور واثنين شافونا قالوا لا 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 احنا فيه عندنا مشكلة كبيرة فالمشكلة ايه يا جماعة احنا هنحتاج عملية كحت طب ما ايه مشكلة على فكرة ده يعني ما احنا عملناها قبل كده ايه جنتو ايه بقى الجديد اللي طرع في المستشفى احنا كنا نفاكرين انتو هتدونا حاجة عشان تحافظ على الحامل وهلا حاجة قالولنا لا لا احنا نعمل كحت مش بس كده إحنا بعد الكحت كمان هنعمل لها تحليل خلاص والتحليل ده عملناه وقدناه قالولنا لا احنا نسبة عندنا مش كويسة المموت قبلde انتو كالطريق شوية عملنا تحليل وتحليل المحملنا التحليل والتحليل ده يعني كالمكلف شوية ده المشكلة بقى كمان مش في التحليل ده قالولنا التحليل shortened احنا عارضو كل شوية ده كل شوية بقى يطلبوا بنا نحن نعيد التحليل لغاية ما بقى أنا معايا شوية تحليل قد كده خلاص؟ غير التحليل الكتيرة صرفنا فيها كتير وصرفنا كتير في المستشفى الغالية دي كمان قالولنا انه مش هتحمل داني لا ده احنا نسيبها شوية ما تحملش ايه ده؟ يعني انتوا قراركن احنا بعد ما عملنا تنظيف وكل التحليل دي كلها تقولنا ما تحملش ده ما شاء الله بتحمل لوحدها طبعا طبعا احنا ما اقتنعناش بالتقيل ده كله تمام؟ تحليل ايه؟ وصرفنا كتير تمام؟ فمقتنعناش ازاي ناخد نعمل تحليل كل شوية وزاي ما تحملش ده صغير ده بني احنا عايزين نفرح بيه يعني طبعا الكلام بقى ايه؟ مع حماتها احنا عايزين ايه بني نفرح بيه؟ تمام كده؟ وطبعا صرفنا كتير وهي أنا حماتها اللي بتكلمني بقى دي احنا صرفنا كتير وانا عشان احافظ على البيت والموضوع ده قلت لهم لا 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 احنا سيبنا من الكلام ده كله سيبنا من الدكاترة والكلام ده والعاك اللي بيعملوه وبتاعه احنا اصلا مش هنكشف تاني خلاص احنا نستنى كده لما الحمد يكبر كل ما نروح لحد يقولك ده شهرين وابيبانشي ما يمكن يظهر عن تلا شهور خلاص؟ فقلنا ايه بقى؟ فاستنين عن حمل الرابع الحمل الرابع اللي هو موجود دلوقتي اللي هو بعد جواز ايه؟ تقريبا احنا 8 شهور جواز متجاوزة من 8-9 شهور وفي 8-9 شهور دول وفي 8-9 شهور دول ايه؟ ده الحمل الرابع تمام؟ اللي حصل ان هو هي 18 سنة وجاية باول حمل لها عملت اختبار حمل طلع بوصدف بوصدف برجنس تست فراحت كشفت في الواحدة الصحية لجنب البيت تمام؟ في المدينة الريفية اللي هم عاديين فيها فالدكتور قال لهم لا انا مش شايف حاجة في الصنار واحنا هننزل الحمل ده خدنا قراص نزلنا بها الجهل الحمل مفيش شهر بعدها وعملت اختبار تاني لقينا بوصدف الحمد لله فرحنا خواس جدا وروحنا الواحدة الصحية والدكتور المبتدئ اللي كان موجود هناك قال لنا لا انا شايف ان بعض شهرين حمل لازم يكون ظهر حاجة في الصنار ولا فاكر الكلام ده لان هو ما كانش متخصص نسا بس ما شاء الله كان نبيه شوية فقال لنا لا انا انا شايف ان في حمل شاغل اه بس انا شايف بطنة الرحم سميكة برضو اكتر من المرة اللي فاتت لان هو ما عارفة فاكرنا بقى بس اكتر لا لا احنا شايف ان احنا الموضوع ممشيش بقراص واحنا هنعمل دي انسي هنعمل عملية خلاص عمل لنا عملية تنظيف وقال لنا خلاص تمام فجينا بقى حمل التالت الحمل التالت بقى ما شاء الله بعد شهرين تانيين ما فيش شهر واحد كمان يعني كل حمل وتاني شهر شهرين خلاص هما بتعمل الدورة ما بتديش تعمل اختبار حمل يطلع يجيبي تستدنى كده شهر ولا حاجة وبعدين تروح تكشير خلاص اتلاقت مرة قالت لا انا روح مكان ايه متخصص شوية روحنا مستشفى كبيرة مستشفى كبيرة دفعنا فيها كتير لقينا دي كترة تخضوه شوية لما شافوها وقالوا لا لا ده حنحتاج نعمل DNC خلاص ايه مشكلة بقى ايه اللي خ schaffen وكون شاغنا احنا فكرناكруп هاتحفظوا على الحملة ولا حاجة ايه مشكلة فيه ليه الحملة مش بكبر قالوا لا لا ده نعمل DNC ده هي сто دي حاملة في حاجة اسمها' عنقود عنا ع حاجة زي العنقود كدة طبعا إحنا عن قد إيه اللي بيحصل ده طيب ماشي طيب هنعمل إيه بقى علشان مش عايزين موضوع الكرر لهم الحالة دي إحنا محتاجين حكتبهمين جداً حكتبهمين دول جداً دول إحنا نعمل تحليل التحليل ده إحنا قلنا عملناه أول مرة قلنا ماشي أبنا لأ ده فيه النسبة فيه عالية قوي وإحنا لازم نعمل كذا تحليل خلاص في الفترة الجاية كل أسبوع تقريباً هنعيد تحليل خلاص كل أسبوع يعني إحنا كل ده هنعمل نعمل كل أسبوع تحليل خلاص؟ مش المشكلة في كده كمان المشكلة كمان في إيه؟ المشكلة مش على كتر التحليل إحنا عملنا إحنا بقى علم معاناك بستجاة دي كده مليان تحليل ده المشكلة الثانية كمان إنه ألاه ما تحملش ما تحملش الفترة الجاية دي خالص تمام؟ طيب ما تحملش يعني ونعمل تحليل دي كلها يعني إنت مقتنع بالكلام ده كله يا دكتور يعني الكلام ده مش منطقي إحنا يعني معلش كان إحنا عزين نفرح بابننا و بعدين إحنا جيه مستشفى كبيرة عشان تقول إيه لما تحملش؟ تمام؟ ده ماشاء الله بتحمل على نفسها ماشاء الله ده نبني يعني شغال جامد ومراته يعني ماشاء الله بتتقبل الحمل بسهور كويس جداً تمام؟ تمام؟ فقلنا إيه بقى؟ فإحنا قلنا بقى لا 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 إحنا صرفنا كتير والمستشفى الأخيرة دي طلبت مننا عملنا فيها عملية وكشفنا فيها ودفعنا كتير صراحة ببنا مش حمل نبني يعني يصرف ده كله قلت له أنا بقى ده حماتها بقى اللي بتكلمين أنا ده قلت لا 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 إنتها سيبك إنتها بالكلام ده كله دكترة بيحبوا يعملوا إيه أفلام كده عالفاضي وبيكبروا المواضيع فخليك معي أنا أنا قلت له إيه بقى ملكش دعوة إنتها وإحنا إيه سيبها تحمل ربنا مبارك لينا الحمد لله والحمد بيحصل ما سمعناش كلامهم ولا بيجنا نعيد تحليل ولا منعنا الحمل ولا حاجة الكلام ده زي ما اتفانى بالنص اللي حصل سعيداً قلت له إيه حاجة يعني أنا طبعاً من الصورة بدأت تتشكل في دماغي خلاص يعني إيه الحمل الأعمال ينزل حمل الأعمال ينزل وتحليل الأعمال تتعايد دي أنا فاكرة الكلام ده خده في موضوع كده اسمه بيزيكورر مولي وهو حتى الدكتور قال لها حمل عون قدر ينهار ربيض ده أنا فاكرة إن إحنا في الموضوع ده لما درسته زمان إن المفاوض الحالة فعلاً ما بتحملش وبتفضل تعيد تحليل اللي هو البيتا اتشي جي أنا فاكرة كده أيوة طب كامير يا ستة وبعدين إيه اللي حصل ده بقى الحمل الرابع لها وإحنا متجاوزة من 8-9 شهور عشر شهور أهو لسه متجاوزة في أول سنة ومشكلتها بقى مش الترجيع ترجيع ده كنا بنشوفه يعني في الحمل اللي فات كتير رية ما شاء الله برضو إحنا عارفين إن الترجيع الكتير معناه إن هوربوناتها شغالة حلوة ما شاء الله اللي عايزيني منعولنا الحمل دول إحنا بس اللي جايدنا دلوقتي إنها نازل عليها دم من تحت وإنها بس مش المشكلة في الدم اللي من تحت ما هي كده كده كل مرة كميزل دم إحنا بس المرة دي إحنا بقى لنا 4 شهور يعني الحمل الرابع حصل بعد 8 شهور إحنا بقى لنا 4 شهور ما كشفنيش قلنا لا إحنا مستنى لما العيل يجبر ويبقى كويس وكبير وبعدين بقى إيه نروح نعم وصدران عشان بشكل مرة يقولنا نازل الجاني المشكلة دلوقتي بس إنها إيه بتكوح دم الله 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 بتكوح دم لا ده الموضوع بقى ما بقاش له علاقة بشيست انفكشن وكتس عايز أقول الحالة لأ طب ما تروح الشيست جايل نحن ليه الفجر في النساء كي مو بتسز فانا عدت أفكر أفكر طب يعني إيه أنا كده الموضوع بدأ يتشكل في الجمال شوية طب أصحي النايب السينيور أصحي شي يشوف معايا الحالة ولا لا لا أنا أستنى شوية أكمل بقية الانفكشن الأول أحسنان لو صحيته بدري ولا صحيته على الحالة يقول لي أنت بصحياني ليه وأتعقب ولا حاجة ما اشتغلش بقية النبطشية ولا يقعدني كده طبعا بنحب الشغل كلين فانا قلت لا أنا أكمل لها انفكشن فجدت الصنار عملت له صنار لقيت الشكل ده احنا قلنا الكلام ده بالنص اللي حصل لقيت الكلام لقيت الشكل ده إيه ده إيه ده إنتي مش بتقول لي بقالها أربع شهور حامل بقالها أربع شهور قلقيت لي آه من ساعة ما عملنا اختبر حامل من أربع شهور كان مصدق يا نهار ربي أدنا لقيت الليفل بتاع اليوترس أربع شهور ده يعني كيب يعني نقول لي مثلا أشرين أسبوع ما يوصلش إلى حد الليفل أو ده أمبريكس احنا عند رفين ان الليفل أو ده أمبريكس ده اللي هو أربع وعشرين أسبوع تمام فلاقيت الليفل بتاعنا معادل أربع وعشرين أسبوع والعيانة جلدة على العظمة من كتر الترجيع ولاقيت المنظر ده فين اللي عملنا دور يمين شمال يا جماعة يمكنني أنا مش شايفة لقيت فعلا المنظر ده المنظر ده أنا فاكراه كان الهانيكمب أبيرانس أو سنوستورم أبيرانس بتاع الفيزي كولر مول شايفين الفيزي كيلزة كتيرة دي فاقلت لا لا ده الشكل ده خلاص بميل الجروب يمين وشمال لقيت الشكل ده في الأوفريز الله الشكل ده برضو أنا فاكرا ان انا كنت شفته قبل كده بشوفه بحالات الأوفيريان هيبر ستميوليشن يعني أوفيريان هيبر ستميوليشن لأن عيانة تاخد اندقشن للأوفيوليشن عشان متأخرة في حامل خلاص أو عندها مش كيلة في الأوفيوليشن أو بتعمل إجزي اللي هو الانترساة الوفيوليشن بتعمل حق المجهري فبتاخد المنشط منشطات الطابويه بتعمل الأوفري كده فالله لا ثاني بقى فأنا قلت لا أسألها بقى انت زيت على فكرة في حاجة غلط في الموضوع انت متأكدة انت الحامل ده حصل لوحده كده مخطيش منشطات ولا حاجة قلت لي لا لا منشط اياد وكل ده احنا ما شاء الله ده بتحمل لوحده الله نها ربي يعني الشكل ده ما طلعش الشكل بتاع أوفيريان هيبر ستميليشن ده طلع شكل اللي هي فيه كانتين سيست اللي موجودة في الفيسيكورور موري لأ الموضوع كده بدأ يتشكل في دماغي أكثر ده أنا لقيت الأوفريز مليانة سيست بالمنظر ده فوليكلز كتيرة وكمان الصيس بتاعه بير ده إحنا ده لما جيت هيز تقريبا طلع بتاع عشر سنتي اتنشر سنتي حجم الأوفري بس عن ناحيتين طبع طبيعي بقى عندها الألام الفضيع اللي عندها دي كلها وطبيعي انها تبقى نازل عليها بليدينج والطبيعي الله بس اللي مش طبيعي بس اللي مش طبيعي بس اللي مش طبيعي وطبيعي على فكرة اه انا فكرة ان الهي سي جي بيكون عالي في الفيسيكورور مول فمن ضمن الثيوريز وفايبر امي سيز هو الهي سي جي العالي صح؟ فبرضه يبقى هي يبقى الترجيع كده أنا فهمت سببه والفيسيكورور مول ده أنا شفته وفهمت ده فيسيكورور مول بس المشكلة بقى انها بقى لها 4 شهور ده مشكلة وبعمل سرور على الأوفريز لقيت الأوفريز اللي كنين بالمنظر ده طب لا كده على فكرة المنظر مش ويح خلاص انا قررت ايه بقى؟ لا ده انا صح الناي لا انا صح الناي بالسينيور ما يحصل ليحصل بقى؟ يعرف ما يشوف معي في ايه؟ لا 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 استنى انا قبل ما صحيح سبني قولي انتي ازاي طلع اول دفعتك ولا تاني دفعتك؟ وتبقى من الشطار زينا كده كلنا معظم كل الناس اللي في النساء اصلا قوي للدفعات ومش عارفة اتشخاصتنا بذكر المول وتكميل بتاعتها؟ لا 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 انا هستنى انا هعمل لها انا عارفة ان احنا بنشخص البيتا بنشخص الفيزيك المربول واعرف السيفيريتي بتاعته انا فاكر الكلام ده بالبيتا اتش تي جي طب لا استنى بقى احنا هنعمل تحميل رقمي يعرفنا بقى الحمل ده ايتلي بس 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 احنا عملناه سألنا الدكتور جنبنا قال لنا تعملون اختبار حمل رقمي وهو اطلع لي البرقة اللي معيها طلعت مليون 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 وكسر يا بقى الا كسر مش متزكرة بس انا فاكرة ان هو كان مليون يا انه رب يا مليون ده نعرف ان الا اعرف ان الخطورة الموضوع بتزيد لو الرقم طلع فوق المية الف متين الف تلتو مية الف ده في مشكلة يطلق الرقم عندي مليون يا نهار رب وانتو سكتيري على مليون ده يعني انت كل اللي كان مشكلتكم دلوقتي طب انت لما الدكتور اللي طلبه منك وردهونه تاني اقيتلي لا لا محبش لده كثرة احنا قلنا يمكن ايه هو ده التحليل على فكرة اللي كانوا بيعملولنا في الحمل التالت في المستشفى فاحنا قلنا يمكن فعلا بقى في حاجة عملناه بس ماورناهوش لحبط ما شاء الله مليون طب لا لا بق يبقى ان في حاجة تانية هعملها انا فكرة انا بقى عمل ايه تانى بقى لأ ده انا صاح انا بقى صحا كده انا صاح ايه صاح صحيحا فانا روحت اقلت ايه بقى احنا في قسم الراديولوجي في المستشفى ده انا هعمل لها حكتينه انا هعمل لها شست اكس ريه خلاص ده بقى الفول وقب بتاع الانطبيعي وهعمل لها كمان بقى واعمل لها دوب لر انا فكرة كده برضو إن السوريتي بتبان معي فالدوب لر تمام فهعمل لها الكلام ده فعلا فعليا حصل وعمل لها دوبلر قبل ما صحي النايب حسن يقول انت ما شخصتش كويس تمام كده رحت بعدت الحالة بعد ما اخدت الهيسوري بقى جبت بقى ايه العاملة تودي الحالة عشان في الحالة اصلا مش قادرة تمشي عشان تعمل الشيست اكس ري تمام عملت الشيست اكس ري ورجعت لي بالمنظر ده والدوبلر جايلي الدوبلر ما بيرجع ليش بصور فالدوبلر جايلي report إنما الشيست اكس ري طلع كده يا نهى ربيد شيست اكس ري كده ده الشكل ده أنا فاكرا حاجة كنا سامع ده مطلب النوديولز في الشيست مطلب النوديولز في اللونج ده حاجة كنا بندريس اسمعها كانون بول كانون بول أبيرانص في اللونج ده معناه ان في النوديولز ده عبارة عن second raise يا نهى ربيد ده حاجة متاستاتيك متاستاتيك وصلت اللونج آه يبقى الهموتس اللي حصل ده الكحة اللي عيانا جاي بترجع كحاتها دي ده ده بقى مشست انفكشل ولا من السيفيرتي بتاعتي البوميتنج ده 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 جاي بسبب لانج Secondaries in the lung تمام؟ ببص عالدوبلر بقى الريبورت جاي بيقول لي ايه بقى ده يعني هاي فسكولاريتي هاي فسكولاريتي موجودة فيه الهاي فسكولاريتي ده خلاص ده معناه ايه؟ معناه ان البلوت بيسلز هي كمان بدأت تبقى متوحشة خلاص ده حاجة انفيزيف والحاجة الانفيزيف دي معاها الدوبلر طالع ده ده معناه ايه؟ وي بلوت بيسلز ورابد الريبيولة بين بلوت بيسلز الشكل ده تفهم؟ يمهار بيوته ده انا كده خاصشو خاصت خلاص جيستيشنا التروفو بلاستيجز ده فيزيكولار مول وفيزيكولار دول المول ده متاستاتيك يعني حاجة عندنا بنسميها كوريو كارسينوم كوريو كارسينوم انا طبعا روحت بقى ايه؟ وصلت للضايجيو كارسينوم الكلام ده مخدش منينا ساعة خلاص علشان حالة بس مجرد الهيستوري وكان معاها الانفستيجيشن وراحت بس عملت ايه؟ راحت في الراديولوجي عملت العملت الانفستيجيشن بتاعتها مجرد رجعت لي جيستيشنا التروفو بلاستيجز انا بروحت بقى ايه انا صحيت بقى النايب السينيور والنايب السينيور جاب المدرس المساعد ومدرس المساعد جاب المدرس وبقت بيه يعني حفلة ساعة ستة الصبح هو ده فعلا التيمورك بتاعنا باشكلنا كده ناس كده بجاب نفس المنظر ده الساعة ستة الصبح بالسماعة؟ نعم بالسماعة 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 حفظين على جهاز الضغطة والسماعة والبالتو والسمائل الجميلة على الصبح دي إلا البالتو والآي دو إلا البالتو والآي دو محدش بيزعق محدش متنرفز محدش كلنا بنضحك مع بعض كده ضحكة جميلة في الشيس فريس في الشغل فجولنا كده كلهم بالمظر ده الساعة أنا طبعا بقيت مخصوطة هوي بقى ان انا شخصت الحالة دي يعني ده حاجة جميلة جدا انا شخصتها انا جيت من هنا طبعا قالت تعالي انتي على جنب بقى خالص كده انا بتصغر واحدة في النباطشية تعالي انتي على جنب خالص كده بقى وبدأوا يتكلموا مع بعض وانا اقول انا اللي عاواتيها تعمل كذب انا اللي مفيش بقى بكلام ده خلاص انتي كده اصغر واحدة في النباطشية الكيش لازمة خلاص كويس ان انتي فنشيك بتاع الحالة تمام وخلاص بقى كده خبرا الحالة دي تحولت طبعا تمام ليه بقى ده 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 كوريوكارسينومة ده حاجة متاستاتيك ده دي حاجة محتاجة كيموثيرابيو وراديوثيرابيو لها مشاكل تانية بقى طبعا انا معرفش حاجة عن الحالة دي مش فتاش تاني بعدها بس ما اعتقدش ان البروغريس بتاعها كماشي كويس يعني اعتقد ان خلال ده خلاص ده ده تيرمينال استيج الاكزامبل اللي احنا خدناه ده بالظبط بالظبط هو الفيزيكورورمون عشان كده الموضوع ده بيخليه منساش حاجة خالص في الموضوع بتاعه لو احنا تكلمنا بقى عن الفيزيكورورمون خلاص احنا مش محتاجين نفهم حاجة تانية هو ده بالظبط اللي حصل معنا السيقورورمون هنتكلم عن الفيزيكورورمون ده والي احنا شاهتناه الحالة ده اللي هنتكلم عن ايه الفيزيكورورمون ده بقى بهذاية عبارة عن وہا بيناين الـ physical mole . يعني إيه؟ الكوريون اللي هو الول بتاع الجستشنال سيك مايلي بقى بدأ يعمل الكوريون الدلاي و الكوريون الدلاي دا حصل فيها وخلص فبقت فبقت إجريسف يعني لها إجريسف يعني لها اجريسف يعني لها وتمام؟ فبقت شباها مازكا في الديسيدواء احنا تكلمنا حتى قبل كده من الـ functions والديسيدواء إنها فالانفيزيب باور دي بدأ يتبقى عنيفة الانفيزيب باور المور الكورن بدأ يبقى متوحش بيعمل انفيزيب عنيف خلاص فدا خلاص يا ليه بقى احنا قولنا ده بناين يعني لسه ماخد ماهيش الماليجنانسي عليه انفيزيب باور عنيف عشان كده بيعمل انفيزيب بسرعة وميتستيس بسرعة لكن ده انفيزيب باور لكن ده بناين تيومر في الكورن احنا لسه ستيل فيما كان هنا بناين تيومر اوف دي كورن شكله غروسلي يبقى عصبية عن ههيدروبك سويلينجو في كورنة فيلولاي يعني كورنة فيلولاي تبقى فيها تيومر فتبقى يحصل فيها مي غير صبورة تمام؟ فيodgeجمع فيها مية في السلز اللي كان صغيرة بدأت تبقى تكبر تمام؟ اللي هي الكاركترز اوف بناين تيومر يبقى يحصل ههيدروبك سويلينج فيها فتعمل المنظر ده عبارة عن فيلايباس ومعها تروفو بلاستيك برولي فريشا يبقى الكوريون نفسه عبارة عن الول بتاعه فيه تروفو بلاست والسيلزي نفسه بدأ يحصل فيها هيدروبيك سويرينج فبتعمل الشكل بتاع الفيزيكلز اللي احنا شايفينه هنا ده تمام؟ ايه السبب؟ ايه اللي خلى الحالة دي او غيرها يجيلهم فيزيكولارولي؟ المشكلة عندي كلها حاجة جيناتكس تمام؟ والمشكلة في الجيناتكس ايه؟ حاجة فيه الأوفم عشان كده لو كلمنا قبل كده عن ان الابورشن ده ممكن يكون سبب وبترنا الكوز اه ممكن لزق في الاب كده ان انت سبب من اسباب الابورشن انما في الفيزيكولارول ده مين لي؟ disease of the ovum ايه المشكلة اللي بتحصل عندي؟ يا اما الوفم دي تكون امتي خلاص امتي يعني مفيش فيها كرموسومزة تمام؟ يا اما اوفم كويسة لكن الول بتاعها بيسمح ببنيتريشن بمور دين وان سبير خلاص؟ يبقى المشكلة يقيم انها امتي يا اما الول بتاعها اللي هو الزونا بيلوستي ده المفروض بعد ما بيحصل بنيتريشن بوان سبير الزونا بيلوستي خاص تعملي ثيك وال مفيش حاجة تانية هتدخل تاني لا هنا بقى الول بتاعها سمح بيه بنيتريشن بمور دين وان سبير لو كانت هي امتي اوفم ودخل فيها سنجل سبير معادي فهيحصل عندي تلاتة وعشرين اكس وبعدين يحصل كرموسوم دوبليكيشن فيعملي ستة وعبعين اكس اكس لكن كله ايه ده اسم هوموزايبوس كومبليت مول ده كله باتيرنال اوريجن مفيش ماتيرنال بارتسيبيشن مفيش ماتيرنال بارتسيبيشن مفيش ماتيرنال بارتسيبيشن ده كل حاجة باتيرنال تمام؟ عشان كده عملي ايه كومبليت مول كومبليت مول او ان يكون عندي امتي اوفم بس دخل فيها تو سبيرمس تمام؟ دخل فيها تو سبيرمس من غير دوبليكيشن بقى دخل فيها تو سبيرمس فعمالي 46XX برضو أو 46XY حسب هو إيه لكن ده بنسميه هتيروزايغوس كومبليت مول لأنه هو مش سنجل سبيرم هو سنجل سبيرم يعني الكمبليت مول اللي هو مافيش فيه بمترنل بارتيبيشن عبارة عن يا إما سبير مواحد وحصل لدوبليكيشن عشان كده بنسميه هوموزايغوس أو وان سبيرم أو تو سبيرمز تمام؟ تو سبيرمز دخلوا الأوفم فهو بقى هتيروزايغوس لأنه الكرموسومز جاي من تو سبيرمز مش من سبير مواحد ده الايديا بتاعت الكمبليت مول ده ليه هو طلع كومبليت مول البرشيال مول بقى إحنا عندنا المول ده الفيزيكولار مول نوعين يأم يكون كومبليت زي ما أخذت في رحضة بطلالخة ساون دي يعني كل اليوترس فيه عبارة عن الفيزيكولار مول أو يكون بارشيال مول يعني جزء الفيزيكولار مول لكن جزء تانيه إم بلو تمام؟ وده تفسيره إيه في البرشيال مول الأوفم فيها 23X بس قولنا إيه بس الور بتاعها بيسمح ببليتريشان بمول زي الوان سبيرم فدخل معي مول زي الوان سبيرم عملي إيه بقى؟ عملي تريبل تريبلويد نمبر يعني إيه؟ يعني ده واحد اتنين تلاتة فعملي 96 3X أو 96 XXY أو حسب حسب هو دخل ببليتريشان ده باتنين وي ولا تنين X يبقى الريزلط بتاعي التريبلويد نمبر التريبلويد نمبر ده التريبلويد نمبر يعمل للإمبريو والتريبلويد نمبر الإكسرا 23X هو ده اللي عملي إيه الفيزيكولار مول تمام؟ يبقى تاني الجنيتكس الجنيتك أوريجن أو فيزيكولار مول أيضا كومبليت مول أو بارشيال مول إن كومبليت مول فلا تنين من المشتركات انقاليسه قول فإنه يتم إضافه إذا كان هناك قوم به كومبليتر PROشيال مول أو جنين چلين من المشتركات امن مول أو بارشيال مول هذه الفيزيات خوال مول فإنه BIG مول إيه الليمون with two sperms or penetration by two sperms, the result will triploid number. The diploid number will result in formation of a fetus and that this extra 23X chromosomes will result in the formation of partial mole or presence of physical mole beside the embryo. تمام? يبقى المشكلة قولنا فين? في القوفم. علشان كده بقت عندنا WHO السمت حكا اسمه gestational trophoblastic diseases. خلاص? إلى مجموعتين. تمام? مجموعة gestational لو ركزنا في الاسم بقى gestational يعني حاجة لها علاقة بالحمل trophoblastic اللي هي diseases of trophoblast هي المشكلة كلها disease of trophoblast فتقسم إلى موضوع كبير اسمه gestational trophoblastic diseases إيه الحالة إيه? في الحالة إيه 23X دخل على إمتي أوبن وبعدين حصل duplication فطلع لي 46XX لكن مفيش maternal participation هو الاثنين هو الاثنين يعني الاثنين paternal الاثنين paternal عمل physical armule وهنا الاثنين paternal بس المهم الاثنين paternal دول جايين من single sperm فبقى هم gestational trophoblast disease ده broad name ده الاسم الكبير اللي بيتقسم إلى جزئين benign أو حتى بيسموها pre malignant من كترة خطورة الموضوع ده يعني physical armule هو من ضمن the causes of leading first trimester وإحنا ده نفس الموضوع تعالى ده الائتم الكبير leading in early pregnancy مش first trimester بقى leading in early pregnancy تمام واحد منهم physical armule هو rare rare instance بتاع قليل جدا ممكن واحد لكل الف ونص إلى الفين ونص حالة very very rare يعني in comparison with a partial and active pregnancy والمشكلة مش في إنه هو حاجة rare مشكلة إنه هو حاجة خطيرة لأن instance of malignant فيه عالي تمام فتقسم إلى مجموعتين b9 و malignant b9 ده اللي هو partial armule and complete اللي هو physical armule البسيط العادي أو يكون malignant تمام لو إحنا كلمنا ده partial ده complete mule يعني اليتراث مليان physicals بس أو إن يكون partial mule فالpartial mule ده يعني فيه مزق فيتس لكن البلاسينتا اللي هي الكوريون ده فيها كلها physicals تمام أو إن يكون malignancy المالignancy بقى المالignancy ده إيه either invasive mule placental site tumor or koreocorcinome هيبدأ بقى خلاص يعد يعمل invasion خلاص الحاجات دي locally دي حاجات locally لكن هنا بدأ يصل invasion invasive hole خلاص أو koreocorcinoma يوصل للنج وده النوع الميتاستاتيك المالignant بيقسموه لحاجات non-metaستاتيك وميتاستاتيك الميتاستاتيك هو koreocorcinoma الميتاستاتيك هو invasive hole أو placental site tumor تمام يعني فيه invasive و placental site دول long metastatic لكن koreocorcinoma ده الميتاستاتيك خلاص اللي هو الحالة اللي احنا شفناها اللي عامل متاسفزفين في long شايفين معاه risk factors ايه هم مين الناس اللي عرضة اكتر لان هي جيلها بزيك المول في عندنا risk factors الbenign و risk factors الmariginal types ايه الbenign types extremes of age لو فاكرين حالتنا دي كان عندها 17 سنة جدت جيلنا 18 سنة في extremes of age ليه بقى extremes of age خلاص او فور الاربعين سنة تمام اقل من عشرين بس يعني الارقام بتقول 17-18 هو extremes of age محددش سنة معين لان احنا زي ما فهمنا في الباثولوجي بتاعها علشان quality of the oven خلاص الوفم مش كويسة ايضا امتي أوفم او 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 ده الحالة بتاعتنا خالص يعني وجود حمل عنقود سابق يزود جدا من الانستان of current physical مول ليه ما هو نفس الفكرة برضو الانستان لسه موجودة الابنومالي لسه موجودة تمام فبراير الفيزيكول مول بيزود الانستان of physical مول ده risk factor سواء الحالة سقطت لوحدها خلاص او نفس الفكرة بتاعت في حالة الاكتوبك قالوا يعني انما بيكون في حمل سابق مش شويس ده بيزود الانستان of abnormality في الحمل اللي بعد ايه الميكانيزم ويه السبب يعني الشغل او vitamin deficiency اهم اهم امال بقى المال يعني اتوقع امت الحالة تكون مال تي حالات البيناين اتوقع امت تبقى مال malignant لو كلمنا عن H فالH more than اكتر من 40 سنة زي ما اتفقنا extremes of H طبعا تمام او beta H G اكتر من 100000 زي ما انا قلتلكم انا كنت فاكرة هو انا قلنا اكتر من 100000 لا دا حاجة risk factor for malignancy دا يزود الانستنس of malignancy large for d uterus احنا قلنا ان ال uterus فاكريين في حالة دي uterus عندي مكانش below level of amyricas دا كان very very high uterus ستة سنتي احنا قلنا زملتنا دي كان over التاع بطلنا عدل عشرة سنتي تمام يبقى the malignancy for malignancy extremes of age or brylifus to malignancy for malignancy etta hcg اكتر من 100000 large date for uterus over 6 سنتي او age اكتر من 40 سنة الحاجات دي بيزود the malignancy التلت حاجات الاولانية فعلا كانت موجودة في الحالة بتاعي الباثولوجي ايه اللي بيحصل بقى احنا قلنا microscopic الكوريونيك في اللهي عبارة عن ايه فيها hydropic degeneration يعني فيها شوية accumulation of fluid جوه وتروفوبلاست وتيومر في وقصلي excessive proliferation of trufflepust في الول فعملي المنظر ده عبارة عن ايه physicals connected to each other by medicals تمام ليه مثل hydropic degeneration hydropic accumulation or swelling of of coriun وتروفوبلاست tumor benign tumor of the wall of coriun اللي موجودة فيه coriunic باللغة تمام فهيعمل للشكل ده عبارة عن ايه الحمل كله بريجنس كله هو ده عنقود العينة بيقولوا عليه بقى ده اللي كانوا بيقولونها في المستشفى اللي بتحمل فعنقود العينة هو ده تمام عبارة عن physicals خلاص continuing fluid و connect to each other by physicals تمام bleeding منها هنا لو حصل bleeding احنا قلنا ده من كونتس bleeding ليه لان ده بريجنس مش طبيعي تمام فيحصل ربشر ليه شوية physicals هنا اللي هي مسكل physicals فيحصل عندي bleeding ويحصل مع ربشر لشوية physicals فينزل عليه شوية fluid فوجود fluid شوية بينزل مع شوية bleeding بيعملي حاجة اسمها brown juice discharge حاجة عامة زي عصير الخخق يعني حاجة تكون برتقانية شوية بسبب وجود شوية fluid خلاص مع شوية blood تمام نيجي بقى في شايفين اللي هوفريز عاملة ازاي ده يترصينا في النص وده اوري وده الاوري التاني فهنا بايلاتري حاجة اسمها فيكاليوتين cyst فيكاليوتين cyst بسبب ال very very high level of HCG تمام لقوا انه maybe maybe ده ممكن يكون بسبب التوتروبك function of HCG and maybe قالوا ممكن يكون ده الف الح like action of HCG زي ما اتفقنا مش احنا اخذنا قبل كده ان الح like action احنا استخدمناه في اننا استعمله triggering for ovulation وقلنا ان السميلاري تي مرزو تاكيكارديا والكلام ده عشان هو شبه الميكانيزم عشان هو similar لل TSH فقالوا ان maybe استعملاري هنا بسبب FSH like action بتاعه علشان استعملاري مع FSH فعمل وليوتين وعملها لوتين عشان كده بيسميها فكال يوتين cyst تمام دي بتبقى بايلاتري طيب سؤال بقى هنا المفروض بقى أنا لما شوف دول كده أنا شخصتهم وهم والعينا تعبينة أعرف ازي ان الشكل ده مش الشكل بتاع الوفيرين هايبرستيميليشن مش احنا قلنا لما بقت الكون وقت ممكن يحصل عندها من الوفيرين هايبرستيميليشن ويبقى الوفيريز عندها ماكسما الاستيميوليتد بالمنظر ده أفرقهم ازي بقى بالالترا ساون أفرقهم ازي حدا عارف أفرقهم ازاي أعرف ازاي ازا كان الوحدة دي عندها ده بسيكولارمول دي بتوع البيسيكولارمول ثي كاليوتين ساست ولا ده بسبب بسيكولارمول مش بتكون هي حمل اتواجد وده طلع بسيكولارمول بعد بسيكولارمول يعني بعد تنشيط الطووط أعرف ازاي بالإتش تي جي تم هي أصلا العيانة هي الحال أصلا ده بسبب بسيكولارمول وده كاليوتين ساست وبسيكولارمول هي جالب بسيكولارمول أعرفوا ازاي برافو خلاص أنا هسألها انسي كنت يقدر من مشرط الطبيوت هتقول لي اه فاعرف ان ده بتاع الانضغط شكولارمول أو لا تقولك لا أنا ماخدتش مشرط الحاجة الحاملة حاصل العادي يبقى ده يبقى اعمل لها ايه بقى انا لو لقيت الشكل ده اعمل لها اصبيريشن رأيوكو اعمل لها اصبيريشن من تحت يعني ادخل كده ودخل معاه سن كده زي زي في حالات الوفيريان ما علينا يعني اصحب الفلوتز اللي موجودة فيها عشان ما يحصاش تورشن ولا حاجة فيهم ولا رأيوكو افتح وشيل جزء الوفيري ولا اشفوته ازاي يعني ولا اديها مثلا يعني اعمل ايه رأيوكو اعمل ايه في البيولاتر في كالوتين ستس ستس حد عنده رأي كده يقولي اشفوتهم من تحت ولا افتح وشيلهم ولا اعمل ايه الكلام الجميل ده لما عالج المول هيختفي صح كده اله سي جي العالي هو العمل كده طب لما بتعمل وانت شيلت الكوز او شيلت السبب بتعدي اله خلاص الستميليشن بتاع الوفيريز ده هيقوح فنيفر ان انت تقرب على حاجة زي كده ولا تشفت من تحت ولا تسحى من فوق ولا تفتح وتشيل الكلام ده بتاع الحالة عملنا الهيستريكتومي تمام فالهيستريكتومي هي محتاجة الوترس في ايه تاني ده احنا داخلين على وعلى ماليجنس كمام فده ما بشيلوش خلاص إلا انا عملت استريكتومي وشيلت الوفيريز معانا علشان ده من ضمن الوفيريز طيب العيانة جاية تشتكي من احنا قلنا بقى نفس الحالة بتاعتنا الاي دي اللي هي امينورية وهي بين عشان ايه بقى عشان مكس مالي عشان الارج وعشان استيميليشن اف ده اف اف تمام هايبر اميسيز حد يقول لي الهايبر اميسيز ده سببه ايه في الفيزيكولار مول ولي ما حصلش مثلا كتير مع الاكتوبك او الابورشا ايه سبب الهايبر اميسيز هنا هايبر هايبر السبب ويه عشان كده بقى الترجيع لما بيحصل لحالة عادية بترجع مرة ومرتين حالات المول لما نحجزها في الاسم عندنا يعني تسمعه من اول ما انتهى عند الحنين في المكاتب بقى وسمع الحالة اللي بترجع بره لون كتر الاعلى اللي بتعملها مع الترجيع ده ممكن اصلا ما فيش حاجة بتنزل بس هي عدال هايبر هايبرثيروديزم اللي عندها حصل ليه هايبرثيروديزم عمل ليه بقى السمتوم هايبرثيروديزم تاكيكارديا وتريمور تاكيشن تمام حصل ليه بسبب التي ستش لايك اكشن صحة كده مش انتم عايزين تقولوا الكلام ده بس انا الاستعجيل التي ستش لايك اكشن برافو مع التي ستش خلاص فالبودي خلاص لقى اله تي ستش عالي 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 خلاص يقولك وانا طلع تي ستش ليه بقى ما هو دا عامل زيه خلاص فالتي ستش ليفل تاكي باوليل جدا هنا بقى ده حاجة بفلشي يوم يحصل اكسيسي سيكريشن في تي تري و تي فور خلاص وكمان بقى المت بتاعه معدل الممبرين باوند اللي هو البروتين باوند ولا ايه خلاص حاجة بيقوله بسبب مولر بيطلع مننا حاجة اسمها ثم ليه ما نشرش اليوترس دا هناخده في المانش من بقى دلوقتي انتي بتقولي احنا بنقول الموضوع دا بيجي الوقت عندها 18 سنة وفيه انواع كتير منها بناين احنا هنعرف بقى ازاي نفرق بينهم وازاي ما خليش الموضوع يبقى من ضمن اشهر الاسباب الموضوع هنتكلم عن الكلام دا دلوقتي خلاص مش منطقي اشيل واحدة وهي وهي 20 سنة صح كده هايبرتنشن ليه احنا قلنا من ضمن الهيوريز هايبرتنشن اللي هناخدها في البرئيكلامسيا هي الانبيزيب باور اف تروفو بلاس يعني مشكلة في التروفو بلاس في التروفو بلاس هيعمل لي مشكلتين اللي هما اللي هما البرئيكلامسيا احنا هنعرف البرئيكلامسيا دا disease of تروفو بلاس تمام فيعمل ايه بقى يطلع ماتيريالز دا من ضمن الهيوريز البرئيكلامسيا دا disease of تروفو بلاس انت لو درست الموضوع البرئيكلامسيا رأيته مثلا 20 صفحة هتلاقي مثلا 10 صفحات منهم تروفو بلاس بتاعته والباقي بقى منشور تريتنط والsymptoms خلاص فده هنتكلم عنه في الهايبرتنش احنا قلنا ان التروفو بلاس هنا لها انفيزب باور عنيف شوية يطلع ماتيريالز تمام ماتيريالز يتعمل ايه generalized vasos based تمام generalized vasos based يعني ايه يعمل افوداء من ضمن theories of hypertension يبقى العينة جالها امينورية بين وبليدين دا تريد بتاعنا بتاع الفريس تريمستر وبيجيلها symptoms of hyper emesis الساينز بقى general examination بلاقي ايه في الحالة دي احنا قلنا uterus general examination الاقي العينة ايه عندها palpitation tachycardia و thremors صحة كده ولاقي عندها hypertension blood pressure عالي خلاص دا general examination abdominal examination دا اللي مهم اوي بقى في abdominal examination بلاقي ايه uterus خلاص larger than period of aminoria اكتر من size of aminoria وده ما بيحصلش على فكرة غير في الحالات السيفير او الحالات complete null او الحالات malignant تمام لكن مين لي uterus more than period of aminoria انما الحاجة الرئيسية المهمة الحاجة الرئيسية المهمة هي ايه هي ان uterus بحاجة اسمها dowy sensation فيه ناس بتقول عليها ضفي sensation لكن او بنقول عليها dowy sensation يعني dowy sensation يعني لول بتاع uterus بيعامل زي العجينة خلاص يعني طاري يعني تقدر عارفين البتنج ديمة بتاع lower limb ان انت تضغط على حاجة تضغط جوه فهي نفس الفكرة بتاعت dowy sensation of the uterus uterus مقود الانفيجن اللي موجود ده فيعمل لي ايه تبقى uterus فعنا عامل زي العجينة تضغط كأنك بتنج ديمة بتشتك الحيانة ديمة بتاع ايه بتشتك من ايه ايه بيتشتك من ايه الفيزيكلز الدستشارج اللي بينزل عليها عبارة عن الفيزيكلز مع شوية ايه برون جوز شوية بلض مع شوية ايه اوطر احنا قلنا ليه هايبرتنشن بيحصل هايبرتنشن قلنا بيحصل نتيجة ان التروف بلص زي بتعمل انفيجن خلاص فالانفيجن ده بيحصل الانفيجن ليه بلض بيس الول يقوم يعمل يطلع المتيريال زي بتعمل جنراليز بازوز بازل تمام جنراليز بازوز بازل يزود يعمل الهايبرتنشن يعني بازوز 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 تمام فده يدخلها فيه كتيرة تمام لكن هي المشكلة كلها فيه تروفو بلاست زايدة شوية فده بيعمل مشكلتين مشكلة الفيزيكور المول ومشكلة بالتفصيل هنشرح بالتفصيل التروفو بريك لمسيا ودزيز تروفو بلاست مشكلته تمام جنرال احنا احنا قلنا اهم حاجة انها عندها symptomes تحت الهايبر امسز والهايبر تنشن والهايبر تيروديز ابدوميال اجزامنشن بلاقي اليوترس مور زاين بيريو دفا ميوريه خلاص وكمان بلاقي اليوترس ده في دوي سنسيشن مفيش اي مفيش اي فيتل بارتس وفيتل بارتس وبالبي بلاقي بلاقي بيزيكيل كونيكتد بردو في امينوريو تمام انجستيجيشن ده الشكل اللي انا شفته فعلا اول حاجة ببريجنسي تيست الحالة فعلا كانت عاملية صحة كده وببريجنسي تيست عرفنا الارقام بتاعته المشكلة بتاعتها او الانستانس بيزيد مع ارقام اللي فوق المئة الف صح مع بريجنسي تيست العادي لما الواحدة بتعمل بيتا اتشي جي في اول الحاملة هيطلع كم بقى يطلع الف الفين تلاتة ده بيطلع كم طلع بقى 10,000 15,000 20,000 تمام وليجي بالالترا سون بيلاقي بيكتشار دي بتاع اللي ايه سنوستورم ابييرانس او الهاني كومب ابييرانس بتاع اللي ايه الفيزيكلز الفيزيكلز بيزيكلز بيزيكلز وهنا على الاوريز بايلاترال فيه كاليوتين سيست على التوق اووريز ومي يريتش مور دين اكتر من ستة سنتي وقلنا الرقام في ستة سنتي ده instance of malignancy خلاص وده partial mole شايفين ده عيلة هو ده fetal border fetal head تمام amniotic fluid وهنا ده شايفين البلاسينتش كلها عامل ازاي عبارة عن فيزيكلز تمام بالدوبلر شايفين معي هنا الفسكولاريتي بسيطة خلاص لما يجي شغل الدوبلر شايفين الفسكولاريتي العنفة شايفين بقى كلما الفسكولاريتي زادت شايفين هنا الباور دوبلر شايفين عامل ازاي الفسكولاريتي هنا more than يعني اكتر من مرعبة كلما زادت الفسكولاريتي الفسكولاريتي بتاع المالي الناس بتقول لها week non-bistles week and fragile تمام فده بيتمين بتاع الدوبلر في حالات ده بالزات koreo carcinoma تمام طبعا انا عالج ازاي بقى ان الحالة اللي جات لي في الاستقبال ده وهالجها ازاي تمام علاج الحالات koreo carcinoma ده مش شغلنا لان هما هناك بياخدوا بيعملوا بيعملوا هستريتومي وبيحللوا بيشوف نوع ازاي وبيدي كيمو ثيرابي ازاي ده مش شغلنا تمام احنا ممكن ناخد عنه ايه 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 ده في الكوليو لكن احنا صوريج سيستم جيستشنال تروفو بلاستي ديزيزز عامل صوريج سيستم شايفين معايا دي الوفريز عالناحيتين الاثنين بس هي الاثنين طبعين في بقشطورة واحدة الوفريز الاثنين enlarجة وشايفين معايا ملطبول فوليكيلز والستاذ بتاع الوفريز كبير جدا ده ما بيحصلش يعني يعني عارفين كأن الوفريز كبير جدا عشان كده عمالي ملطبول فوليكيلز بالمنظر ده والساز بتاع الوفريز بيكون كبير زاد المفروض مورم ما ليه الصيز بتاع الوفريز ما يزيدش عن 3 سنتي احنا عندنا في 6 سنتي ده اقل حاجة ممكن يزيد جدا جدا نظار الوفريز عام بزبط 0 في الوفريز مشال ده خلاص لي الفيزيكور المور عشان تعرف السيديري بتاعته ازاي خلاص تقسمها حسب الستي دي عندها كم سنة وكل ما زاد المشكلة كل ما كان زاد الانس سوفكوري وكارسينومة يعني خد باد سكور حسب الفرق ما بين الانس ما بين انت شخاصها ايه انت ظهرت بعد قد ايه وشخاصها حسب وحسب هي بتستجيب لسنجل كيمو ثيرابي ولا ملطبو الكيمو ثيرابي لها كتيرة خلاص مش شغلنا برضو اعالج ازاي انت شخاص الحالة دي بذكر المور احنا نعالج بذكر المور اللي هو البيناين مش هنعالج الماليين لو كانت الحالة اقل من 20 اسبوع خلاص فبعمل ايه بعملها ساقشن افاكيوشن يعني احنا عندنا ساقشن ده هو ده السبب اللي خلي الواحدة اللي زيت على المور اللي ما بتعملهاش ما بتاخدش ميديكا تريت منتقورة زي ما الدكتور الواحدة الصحية عمل في الاول احنا مش بنقلل من قيمة الدكتور الواحدة الصحية كلنا كنا متخارجين البديمين مش عارفين حاجة بس المفروض انت المتلاقي حاجة انت مش عارفها تقم تبقاش اعمل رفيرل حول الواحدة لحد تاني يكون فاهم مش عيب تقول انا مش عارف على فكرة لغاية دلوقتي انا ممكن انا بلني حاجة مش عارف تقول لا لا معلش يرجع لدكتور فلاني لا يرجع للمكان الفلاني مش عيب ان اقول انا مش عارف خلاص خلاص مش شغلي ومش تخصصي مش انا اللي مذاكره خلاص عشان كده بعمل ايه بقى ساقشن ايفاكيويشن ساقشن ده بدخل جهاز انا شفت هو بيشفط الكنتنس دي تمام انت بلانت كيوريتاج الكيوريتاج عندي نوعين خلاص في حاجة عندي اسمه بلانت وفي حاجة اسمه شارب كيوريتاج لو انا شوف ده الكيوريت اللي هي معلقة الكح ده كيوريت ممكن يكون single ended او يكون double ended يعني الكيوريت ده موجود هنا وهنا ده single ended ممكن لو الانت دي لوحدها لها ناحية بلانت شايف زي ما احنا شايفين فين كده وناحية التانية اللي قلبناها تبقى شارب فدي شارب انت هي شايفين ازاي الشارب انت والناحية التانية اللي هي راحة خالص وعمل ساقشن تمام وبعدين اعمل لو في اي كنت ثانية بشان بلانت ليه بقى السؤال دلوقتي ليه بعمل بلانت انت كوريت اينش بعمل بشارب انت ليه اقول لنا علشان اليوترس ده احنا قولنا صوفت ده 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 اليوترس فالإنستان سوف بلفوريشن عالي لان اليوترس زعجينة انت مجرد ممكن بتدخل بسوان بس يحصل بلفوريشن تمام علشان كده انا بعمل ساقشن اذاكيواشن and بلانت كوريتاش طيب فمش بستعمل معاش بكوريتاش الا وانت شايف بقى انه حاجة بيري بيري بنائم حاجة لسه في الاول خلص في احيانا حلاج فيزيك رانون وانكتشكاش خير مع dnc وانت بتعمل dnc تلاقي للفيزيك نازلة وبتشرب وتنزلش بسهولة خلص تعمل لها beta htc لعلي عالي كذبا فيبقونا ايه ساقشن ايه 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 اي 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 اكتر ما يشير بعمل هستروتومي خلاص يعني ايه يعني بفتح وشيل مش هعمل عشرين هستروتومي على فكرة يعني يعني خلاص الهترس عرب على صيز عند الابريكس فمش بدي بعمل بفتح وشيل وخاصة الهستروتومي ده مش شرط بقى كل حالية لو لو اللي صقشن صعب او لان انت بتعمل انت او صقشن صعب او ايا كان السبب فبنعمل هستروتومي تمام لما انا بكون بعمل على اكتر من اشهر مسبوع بنقول ايه الدكتور التخدير وانت وقف كده طبعا لقلنا ايه سنتوسينون ايه سنتوسينون ده ده عبارة عن سنتيتك اكسيتوسين ده حاجة بتساعدني خلاص طيب ثانية واحدة لو انت شخص الموضوع اللي بذكر الرمول والحالة معليهاش تمام فانت فيه ناس تقولك طب ايه مشكلة الميديكال تريتمنت يا ما تدي ميديكال تريتمنت هو ايه الميديكال تريتمنت ده اكبوليك حاجة بتزود الوترين كونتركشن عشان السيرفكس سيفتح بدل ما عود في الحالة نصة ساعة عمل لا ضيالاتيشن غوة صح كده ايه مشكلة الاكبوليكس هنا الاكبوليكس هنا بتعمل يوترين كونتركشن ده ما ينكريز ده انسدنس اوف امبوليزم خلاص انت عمال تعمل كونتركشن بتفتح ساينسيز خلاص تقوم يدخل الفيزيكال دي تدخل جوه انت ساعدت على حدوث ان الكلون الالاي دي بدأ اتعدي من البلد قبلها بيوم نديها ميديكال تريتمنت نديها شوية قرص ولا حاجة تعمل الكنتركشن الكنتركشن دي هتزود الانسدنس امبوليزم بتعمل صد المتال نرده دي حالات في حصد الله كده فعلا تمام عشان كده احنا نفر انت تدي وده علي كونتروفيرسي طمام بس الاصح ان احنا ما نديش لكن اكتر من 20 اسبوع انت بتعلق ايه بتعلق الحالة محلول في سنتوسينون اللي هو سنتوسينون قولنا مبارعش حصول عليه ناتشرال فاحنا بنعم السنتوسينون ده رخيص جدا يعني بنعلق الحالة ليه ده بيساعد الكنتركشن بس أثناء الكنتركشن نفسها يقول يساعد الوطن يبقى كونتركتد والتشوز تبدأ تنزل معي مع الاباكيواشن تمام طب السؤال بقى انا ليه مش بعلق السنتوسينون في ليه بعلقوا بعد عشرين اسبوع لما قلت اش النقطة دي وانت بتكحت عالة مثلا عشر اسابيع ولا اتناش اسبوع مش بنعلق لها السنتوسينون ليه ليه استعملت السنتوسينون خلاص الإكبوليكس دي فيه اكتر من عشرين ليه علشان الاكستوسين ريسيبتور سنت يت ديفلوبت خلاص اليوترس سنت بل الاكستوسين قبل 20 وسبوع لانه اصلا ما فيش ريسيبتور تشغال عليه عشان كده لما باجع من الافاكيواشن في اقال من الافاكيواشن مش بدي ميديكال تريتن 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 انما اكتر من الافاكيواشن وشير الادنيكسة وشير الابريس الانين تمام وده بجاستعمله في حالات ايه بقى خلاص حالة وفوق الاربعين سنة ومش عايز تاني وإحنا قلنا الريسك هنا عندنا عالي فوق الاربعين سنة لكن ليه ما بعملش الكلام ده في الاربعين سنة التاني وفي ايج علشان احنا محتاجين لليوترس وفي رسك عالي ان عالي تدخل فيه مالجنانسي تمام ده شكل الديلاتيشن وإحنا الديلاتيشن هنا لازم استعمله ايه سيرجيكال ما بعملهاش الديلاتيشن ما بعملش رايبينج للسيربيكس مش بفتح السيربيكس قبلها بميديكال تريد يبقى تاني تلت مثل لو قال من ناشرين أسبوع ساقشن راس أو مفيش ريسبونس أو أي حاجة من الكلام ده بعمل بعمل هستروتومي أفتح واشيل أفتح واشيل وعمل إيفاكيويشن يعني أو أبدو من الهستريكتومي هستريكتومي معناها أنه بشيل كله إكتومي يعني فبشيل إيفاكيويشن بس كده لا الكلام بقى اللي تقلل الحلف ثالث في المستشفى راحتها لما قالوا هلازم فولو أب حاجة مهمة جدا جدا أهم من الهيكيويشن فولو أب وطبعا مش أهم منه بس ده زي ما عملت الهيكيويشن زي ما هنعمل الفولو أب الفولو أب ده مهم جدا خلاص بعملوا إيم تبقى الفولو أب ده للهي رسكي جوه تمام مين هما الهي رسكي جوه لو إحنا تفاكرين الهي رسكي جوه اللي عندهم الليفل بتاعي أكتر من مئة ألف أو هي العينة دي أكتر من 40 سنة أو عندها في كاليوتين سيس الوغري أكتر من 6 سنتي تمام أو ايه لارش فور دي تيوترس صح كده ده ما منعش إن أنا بعمل فولو أب للحالات اللور رسك عادي خلاص لأنه هو البيثود وفولو أب واحدة إيه يبقى الفولو أب إن أنا بعمل بعمل مئة 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 لحد ما يبقى نيجاتيف خلاص وبعد كده وانس بر مونث وانس بر مئة لحد ما يبقى نورمال وبعد كده وانس بير مونث خلاص إمتى من 6 شهور إلى سنة يا نهار بيد أفضل السنة ما يحملش آه معلش لازم فيه فرق على الأقل 6 شهور خلاص في الحالات اللي بيفضل الـ بتاع HCG عندها يعني لو أنت عملته بعد أسبوع ولقيته مثلا عندها مثلا 60 ألف مثلا وقيت عملته بعد على فكرة يحصل عملت عملت بعدها بأسبوع خلاص لقيت الـ عندك بقى 20 ألف حلو جدا عملته بعدها بأسبوع ثاني لقيته 3000 المنتيز بعدها بأسبوع ثاني لقيته 220 حلو جدا يبقى ممكن في شهر واحد يرجع للـ نورمال خلاص فالحالات اللي بيحصل عندها السريع ده وبترجع للنورمال في 1 month خلاص 2 month ده حاجة كويسة جدا حلو يبقى أنا ممكن عادها من 3 إلى 6 شكور خلاص لأن كل حاجة فيها نورمال لليفلز أصلا كتقول هي لا ممكن في عندي اي major risk factor في scoring system خلاص إنما إمتى بعدها سنة لما يكون عندي high risk factor high risk group لازم تقعد تعيد once per week لحد ما يبقى native وبعد كده once per month مرة كل شهر لحد من 6 شهر إلى سنة حسب السيذيريتي تمام إيه المشكلة إمتى بدي كيمو ثيرابي تمام الكيمو ثيرابي ده اللي أنا بديه في الحالات high risk برضو مش كل حالات الفيزيكورمون بديها كيمو ثيرابي إمتى لو بيتا HCG كان increasing or persistent يعني إيه يعني إنت الحالة عندها persistent bleeding ده ما بيقفش أو بيتا HCG عندها ثابت ما بيقلش عملت النهاردة طال 20 ألف بعدها بسبوع لقيته 20 ألف بعدها بسبوعية 19 ألف بعدها بسبوعية 21 ألف طبعا لا يبقى ده persistent يبقى دي محتاجة كيمو ثيرابي يبقى لسه فيه cells جوه لسه موجودة نحصلهاش removal مع evacuation صح فأنا بدي كيمو ثيرابي لبقيت cells البسيطة اللي موجودة تمام أو كانت يبقى قولنا لو كان فيه لسه persistent bleeding أو عندها metastasis أو عندها increasing or persistent level of beta HCG ده معناني لسه فيه remnant لسه tissues موجودة وتشوز دي لسه بتسكر beta HCG تمام مهم جدا لما تيجي تدي مثل تريكسيت احنا مثل تريكسيت بيشتغل على الربط developing cells dividing cells عشان كده بستعمله في حالات اكتب بريلنس عشان ال embryo وعلى او في حالات tumors investition العينة بعمل لها الاول cbc هو ايه مشكلته بيعمل ايه بيعمل bummerudepression اهم حاجة فيه بيعمل bummerudepression يعني يوكوبينيا ثرومبوسايتوبينيا وانيميا عشان كده مهم جدا قبل ما تدي اعمل cbc خلاص لو طلع cbc كويس يبقى العينة دي ideal for methotrexate انما لو طلع cbc فيها مشكلة عندها بيكون ايه باتو toxic and nephro toxic خلاص بيأثر على liver وال kidney عشان كده مهم جدا برضو قبل ما ادي اعمل لها liver function and kidney function لو طلع الكريات عنده عالي عند الحال عالي ولا طلع عندها مشكلة في liver enzymes وينفعش دي methotrexate خلاص يبقى essential جدا قبل ما دي methotrexate اعمل عينة اعمل لها cbc وعمل لها ايه وعمل لها liver function and kidney function علشان side effect of methotrexate انه بيعمل hebo more depression وبيعمل هبات toxic and nephro toxic السؤال اللي بعده بقى when to get pregnant اولا احنا بندي ادي methotrexate غالبا methotrexate في physical نوع بتغير single lose غالبا multiple loses واحنا اتفقنا ان الهيرس مش احنا اللي بنعمل الفلواب ده العينة دي لازم تبقى referred لمكان معهد اوراب مكان خاص بالتكلام ده علشان هما بعمل وهل هو single agent ولا agent احنا نعالج الbenign cases انما ده مش شغلنا خلاص هو اللي بيعمل هو dnc هو اللي بيعمل بيحلل هو محتاج كيمو therapy ومحتاج therapy تمام مش العدي success negative على الاقل three months negative beta hcg عشان كده احنا احنا فلواب ممكن يبقى ثلاث شهور سبتة شهور او سنة تفضل تعيد beta hcg بالmonth لحد ما يبقى ثلاث مرات ولا بعض على الاقل negative تمام مشكلة حالة بتاعيتنا دي انها ما كانتش بتستنى لغاية ما لي بيقل مش احنا اتخلص من بقية truffle blasts كلها عشان محسطش on top of presence of hcg وإلا the instance of recurrence هيبعان جدا خلاص والحالة دي هتدخل فيه metastasis مرة وتانية وتدخل فيه metastasis مش هتحمل تاني برغنس عاية دي انا ضيعت عليها فرص الحامل الطبيعي معلش ما نستنى سنة استني سنة يا ستي وبعدين نحمل تاني بعد سنة انت عندك مشكلة تمام لازم وانت بتفاهم العينة تفاهم العينة صح مشكلة الحالة دي يمكن ان الناس مفاهم مش كويس ان ده اي حاملة هنقودي ايه لازم تقعد لازم افاهم انت عندك عرضة ليه سرطانات لو حصل حاملة تانية تمام انا مرة المستشفى زمان دلوقتي ما بقاش حد بيعمل اختبارات في الاستقبال بيحولوا عايزة تعمل في اي معمل سواء بقى في المستشفى او بره من المستشفى انما احنا زمان كان عندنا تستيوت وكنا بنحط فيها اليورين وكنا بنولع فقط من كده وممرضة تعمل تستيوت ونشوف احنا نسب البروتينويا يعني بنعمل التحليل في اليورين عشان يعرف ان العالية دي سيدي بلي كلمسيا ولا لا فالحالة يعني انا بعد تاهم ما عرفش عنها حاجة بصراحة ما عرفش حصلها ايه المفروض المفروض انت ما بتحول الحالة ما بدخلش في اللي بيتتافن خلاص الا لو انت لقيت مثلا انت عارف عنها حاجة فبتكلم اللي موجود تقول لا انا شايف ان فيها كذا كذا لكن انت لما انا حولت الحالة وخلاص ما عرفش عنها حاجة جيت بعدها بحوالي اسبوعين تلاتة كنتران وبطشية بقيتهم بيقولي انا عادة شغالة في العمليات بيقولي ده في حالة بريك لامسيا هنفتحها سيكشن ضروري حسنا حالة بيجيلا فتس تمام فقلت ميش قلت لأ دا كدوا بالتريقة وعلي وقالولي روح الجوز كبار وروح نعايزين كبريت قلت لأ لأ تدخنوا سجار وبتاع على حكسنا احنا بقى لا 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 معلاش يلا جوزي قال لي لا دا بيستعبطوا قادي الدكاترة واللي بعملوا في الناس عايزين عايزين نجيبلوه من السجار بتاع كبريت يلا يلا بينا نمشي من هنا ومشينا طبعا انت عبيطة يا بنت يعني الكبريت دا نقول لا احنا عايزين كبريت بس نعمل الاختبار هنا في تحيل هنعمله هنولع بس فقوطنا فمعليش لو انت عايز تقول حاجة فهم العيان مش خروج يلا هتين الكبريت من برا العيان دي دخلت في كلمسي عشان هي ما فهمتش كويس من الناس المقبود احنا عايزين من طبعا فانت فهمها انت حامل في كذا ولو حصل بريجنانسي تاني على فكرة الريسك بتاع المريجنانسي عالي ممكن ما تحمليش تاني وممكن نشيل الرحم والمبيضين كلهم خلاص فمعليش لو حملت تاني في الفترة دي يتسنك صغير ايه المنع ما نستنى يبقى وانت لازم عليها ثري سيكس من سيريال سكسيس نيجاتيب بيتا اتش سي جي علشان خلي العينا طيب طبعا هاعد ستشهر ولا سنة طبعا يعني هاعد كده يعني مش هيحصل انت الخورس سنة ولا ديني وسيلة مثل ما حملش علي عشان ما حملش مش انت بتقول هنوات سنة طبعا فالميثوز كونتراسيبشن ده هيكون ازاي احنا عندنا اصلا مثل ممكن تكون ايو دي ممكن يكون هرمونا وده كله لسه هنجبليسه ممكن يكون حاجة هرمونا تاخد راس مثلا او تاخد انجيكشن طبعا ممكن يكون تحط باريار تحط حاجة للزوج يستعمل كندم طبعا ممكن يكون حاجة اسمها سيب باريو يعني نعرف ايام الاوريو ونفضل في الوقت ده طبعا احنا نفضل ايه فيهم بقى انا رأيي بقى نخلص ونحط لها ايو دي وخلاص صح كده لا احنا قلنا اليوترس في الفيزيكو العمو بيبقى دوي سنسيشن والانس سوف بيرفوريشن ليكون عالي بلايش الايو دي صح بلايش ركب لها لو طيب قدها هرمونال بقى اقراس تاخد اقراس وخلاص قالوا اقراس دي وسيلة كويسة مثل كويسة لكن في دي بيت على انها ممكن الهرمونال كأن كلا انه حاجة هرمونال ممكن يزود الانستنس اف ريكولنس عشان عشان ممكن نعمل اكتيفيشن لو في ريمنان من الهرمونال فقالوا الهرمونال يعني مش حلوة يبقى البست ميثود عندنا ممكن يكون سيف بريود او سيف ميثود اللي هو انه افويد الانتركورس اثناء الوفيوليشن او انه او سواء البرير ده حاجات فاجينال خلاص او كندم الزوج يستعمل كندم فانت هتكتب في اخر الشقطر بتاعه مناسبة لحالة ديابيتك مناسبة لحالة ديابيتك تمام هتجمعهم كده في اخر صفحة زي ما بنكتب قسامي الساينتس وهم عملوا ايه فالكتر عندنا في المزيكور هرمون البست هي البرير ميثود تمام ومي بي اقل منها شوية ان انا اعمل ان اعمل ايه استعمل الحاجة هرمونة لكن الiod بست بي افويد بكوز تنجريز ديابيتك 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 تنجريز 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 تمام تنجريز كده احنا خلصنا موضوع البزيكور الموضوع تاني يا دكتور لهرمون الكنتراسيبشن احنا قولنا احنا قولنا هرمون الكنتراسيبشن يعني ان انا قديها أورال في ناس قالت لا ممكن تدي سيف لعادي العيانة تمشي على أورال الكنتراسيبشن مفيش مشكلة وفي ناس قالت بلاش في الكيسز اللي هي تكون فيها عادي اكتر لماليجنانسي خلص او عندنا عالية قوي لانه ميلي الهرمون الكنتراسيبشن ده يعمل استيميليشن لسيكريشن مور خلاص لانه حاجة هرمونة برضو فيزود بكاعة الفيزيكريررمونة ممكن يكون الهرمون نفسه ده حاجة استيميلاس في بعض الحلقات وفيه برس تانية بتقول لا عادي تدي عادي ما فيش منه مشكلة تمام حد عنده اي سؤال في الفيزيكريررمونة احنا لو تخيلنا الكيس اللي حصل اللي حصل اللي احنا شفنا دي هتكتكر كل حاجة في الفيزيكريررمونة تمام الموضوع التاني اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي وده موضوع بسيط وسهل وهو موضوع الهايبر اميسل جرابيديرم خلاص الهايبر اميسل ده موضوع بسيط وسهل ولذيس جدا والتفريئة بتاعته عن بوميتن وثبريغنس هي حقا كويسة يعني ايهايبر اميسل كلمة الصوت معي يا جماعة انا مكملي معنا صوت وضح يا جماعة صوت وضح سمع تمام هنتكلم دلوقتي عن هيبر ايمسل يعني هي هيبر امسل 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 معنى فيوميتنج تمام هيبر امسل يعني اسم يعني يبقى هو من اسمه هو excessive vomiting during pregnancy. تمام؟ الهايبر اميسيز هو عبارة عن البوميتنج العادي ده عبارة عن morning sickness يعني عندها شوية دوخة و sickness early in the morning لكن الهايبر اميسيز هو inciduous progression of morning sickness يعني ايه يعني البوميتنج عندها زاد قوي بطريقة سريعة طريقة مفاجئة تمام؟ اهم حاجة في الهايبر اميسيز هو انه بيأفت دي جنال كوندشن ده الفرق الاساسي بينه وبين البوميتنج وثبريغنسي. البوميتنج وثبريغنسي تمام؟ ده بيحصل عندي فيه حالات كتيرة خلاص؟ ممكن توصل لنص الحالية خمسين في المئة من الكيسز عندها بوميتنج وثبريغنسي. إنما الهايبر اميسيز ده واحد على خمسمية يعني ده very rare in comparison with the بوميتنج وثبريغنسي. يعني واحدة بترجع في الحمل. تمام؟ خلاص إيه اللي يخلي واحدة ترجع واحدة مترجعش؟ إيه الاتيولوجي؟ إيه اللي يخلي الواحدة بترجع؟ كل theory بتاعت الاتيولوجي في فيبر اميسيز ده إيه؟ نتيجة HCG. الـ HCG هو بيعمل إيه؟ بيعمل استعمال استعمال لـ vomiting center and chemoreceptor to trigger zone. لوما المسؤولين عن الفوميتنج فده بيانشيط إيه؟ الميتنج. الميتنج ده ممكن يكون حاجة بسيطة ممكن يكون حاجة سبير صح؟ إيه الاتيولوجي بتاعه؟ قالوا maybe allergic to the level of HCG. يعني HCG هو نفسه بيعمل الـ allergy. في الـ allergy ده يعمل استعمال لـ vomiting center فيبدأ يحصل بوميتنج. الـ allergy to substance of HCG نفسه. ممكن يكون حاجة psychological. عشان كده احنا قلنا allergic. عشان كده هلاقي في انضمن الـ lines of treatment ندي حاجة anti-staminic. طيب psychological. psychological. لا قلن الموضوع ده بيزيد أكتر فيه prime gravidal. prime gravidal هي أول حاملة لها. تمام؟ ففصروا لكن مش قليل شوية الـ instant بتاعه في السكة في الموضوع. تمام؟ فصروا الكلام ده ممكن يكون حاجة psychological. لوحدة لست حامل واول حمل لها. وفرحانة كده بالحمل. وعايزة أصهر كده بقى يعني تعبانة بقى تعبانة يعني متعبش زي بيت الناس. مش عرف الناس ان انا تعبانة. حاملتي بقى كل شوية قلقهم يمساح السلم وقوم يعمل. لا لا بقى. خلاص. فده ايه توجين attention. عشان الناس تركز معي شوية في الحمل ده. فقالوا may be ممكن يكون حاجة psychological. عشان كده غالبا هتلاقي الحالات دي معظمها بترجع in front of the others. يعني لما يكون جوز هقاعد خلاص احييز ايه تحية الصباح بقى ارجع شو الصبح. تمام؟ انما غالبا مي قاعدة لوحدها الموضوع بيكون قاعد لشوية. تمام؟ فقالوا may be psychological هي عندها حسنة ده اول حاملة ولازم يهتم باول حاملة شوية. فتلاقي بوميتنج عندنا زيت اكتر في برايمي جرافي ده اللي هي اول حاملة لها. لكن بعد كده فين وفين بقى ده انها بكتشف الحاملة اساسا في الشهر التانية. يعني لو انا مركزة مع المانسي اساسا يعني. بتلاقي الوحدة للبرايمي وهي جاية بتعمل follow-up بتاع الanti-retal care اللي احنا لسه هنتكلم عنه. بتيجي الحالة دي كل مثلا كل اسبوعين. وتيجي تقولها يا سيدي لا عادك لسه كمان شهر. احنا عندنا العادة الخليجية عليك ضغط شوية. او عندنا الprivate clinic. لا ده معلش انت عليك ضغط شوية في الشغل. اه قصدي معلش. لا انت مش محتاجة تيجي. انت بتعملي ايه. انت المفروض الايديال في الوقت بتاعك مش كده. واحنا نتكلم عن الايديال في الوقت في الانت الانت الكير. ليست معادك بعد شهر. تقولك لا 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 اطمن. اشوف الوحد. لا 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 ما عرفش كعد كده فترة طويلة. لا كل اسبوع. يا سيدي لا تبخليها يعني شهر. احنا طائما. سيقول لها ما عالشك العالد سوى شهر سأل diam تبخيل ي Gibson.ekklo ligettre ميسة واحد لا يا معلش ده مثال لون تبخليها في شهرين تبخيلvellهم الحالة التالية ولا الفورث بتيجي المرة مع الاول شارة الرابعة تشوف العيل نوعه ايه. مرة تنجة ايجي على الي przyszالك غ intendィs ؟ يعني هنعملي تاني بقى مع عيال ايها. لست عيال تعبال يهła دكتور ولا ما هذه عشان كده هو ده من ضم الكلام. السايكولوجي كاليش في حالة البريمي بيكون عندها اهتمام أكتر. فعشان كده لقوا إن الانسس بتاع المزيد اكتر من البريمي. مش معنى إنها بتستعبط على فكرة. في عندنا ثيروس تانيا للوميتينج. الكلام ده الانسس الهايبر ايميسس مش العادي النورمال الطبيعي إن عائلة بسبب هتشي جي حصلها هتشي جي. تمام. فيتامين دفيشانسي. لقوا إن نقص فيتامين بي كومليكس. خلاص بيزود بيزود الاستميليشن للإفكت أكتر بتاع الويتا هتشي جي. تمام. فنقص الفيتامينز بيزود الإنستانس في هايبر إميسيز عشان كده نلاقه من ضمن Theories of Treatment عندي إيه؟ إن ندي فيتامين وخاصة فيتامين بيه كومبليكس أو هرمونة الألوميبي ناصر الأدرينو كورتيكوتروفك هرمونز اللي بيحصل بسبب السطرفيشل اللي هو بيحصل بسبب نقص الأكل والشرب السطرفيشل الجسم بيتخل في السطرفيشل الألوميبي الهرمونة الثيوري ده هو السبب في وجود الهايبر إميسيز جرافيديرو اللي هو برضو بيؤثر إنه بيعمل استيميليشن يخلي HCG اللي بتاعه يزيد أكتر على فيخلي البوميتينج يزيد أكتر خلاص؟ الكلام بتاعلي تيريش جهة مهمة أوي لأن هي دي لينزوف تنيك نتعندين والثيوري اللي أنا تخشفتها هي اللي أنا بعليجها بعد كده الألوميبي ألرجيك سيكولوجيكال ويتامين ديفيشنسي أور هرمونال الهرمونال ده بسبب HCG نفسه أو بسبب الإفكت أو في السطرفيشن اللي قالي للأدرينيو كورتيكوتروفي كورمونز وهنعرف إيه الإفكت على البطيط مهمة أوي 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 أهم حاجة في الموضوع كله إن انت تفرق الحالة اللي عندها مورنينج سيكنس أو فوميتينج إمبريجنسي عن الحالة تمام؟ ليه؟ لأنه أكيد أكيد هيأفكت صحة كده؟ الفرق بديد للاتنين خلاص إمبريف إن الورنينج سيكنس ده حاجة بيبقى إن ده مورنينج من اسمه الوحدة في عندها شوية دوخة غفايين ميل للقيء بيحصل إن ده مورنينج صح؟ من بيبي صم فوميتينج إنما الهيبر إميسيس ده والدي دي طول اليوم الوحدة بترجع تقول لات الترجيع بتاعك ده الصبح بس تقول لك آه ده أنا بس حتى الصبح رجع مرة ولا تنين ده فوميتينج إمبريجنسي لكن لو لقيت الدول الأخلاق ده طول اليوم لأنا برجع عدد مرات كتيرة تقريبا وطول اليوم صبح زي بالليل يبقى لأ ده ده هايبر إميسيس تبا؟ المورنينج سيكنس أو بوميتينج ودريناسي بوميتينج ريليتينج توميلز يعني أنا لستوقع دلوقتي مفيش بعض الأكلة دكتور مستحملش بقوم رجع على طوله إنما الهايبر إميسيس ده نوت ريليتين توميلز يعني هي كلت مكنتشي الطول اليوم ترجعش أطيل حتى مكنتشي مرة هترجع إيه لأ ممكن ترجع إيه شوية بس جاستريك سيكريشن فبنزي ممكن على فكرة من سيبيرتي طعبايل خلاص يعني دي بترجع إيه حتى لو كان سيكريشن شوية إيه وصورة المعدة بس اللي طلع ترجعها تمام؟ ده البوميتينج بتاعنا المورنينج سيكنس البوميتينج بتاعنا ده قلنا موجود في حالات كتيرة نص الحالات خمسين في المئة من البرينجانسيز وعندها بوميتينج ومورنينج سيكنس إنما الهايبر امسي قلنا ده فيري رير مش فيري رير يعني هو رير بالنسبة للتانية واحد على خمسمية انت بتشوفه خمسمية دول في أسبوع خلاص فهتلاقي على أل واحدة في الأسبوع من اللي بيجيلك في الاوت بيشن عندها هايبر امسيز وتحتاج تعمل لها ادنشن المورنينج سيكنس احنا قلنا بيته الهي سي جي اللي بيبقى القصة هتخلص في آخر الفيري ستريمسر البوميتينج ده يبدأي يقل إنما في الهايبر امسيز خلاص هو ستيموليشن باي ايش سي جي لكن هو موجود تول الحمل تمام المورنينج سيكنس لأن اللي بيبقى قليل شوي نحن نعرف بورده من الهايبر امسيز مش بس الهي سي جي بس بدا حسب اللي بيبقى ايش سي جي كمان هنتكلم عنه كمان شيئا في المورنج سيكنس والفومتنج والبومتنج والبريمانسي العينة بترجع عادي بس هي نوت افكتة جنرال كوندشن كويسة إنما في الهايبر امسس ده افكتة جنرال كوندشن الحالة تدخل في ديهايدريشن ويحصلها هيبوتنشن تاكيكارديا تمام افكت جنرال كوندشن افكت دي سيستنس في أصل على البودي سيستنس في حالات المورنج سيكنس ايه المين ليلوف تريتمنت؟ اوت بيشن تريتمنت يعني انت بتعالج العينة وبتكيها اوت بيشن تريتمنت تكتب لها علاج وبتروح دي حالات البومتنج وحالات المورنج سيكنس إنما المين ليلوف تريتمنت في حالات الهايبر امسس هو هو انت بتعمل لها ادميشن وبتعمل كوريكشن لي البودي فليودز تمام؟ وبتعمل لها ما بتاكلش ولا تشرب لغاية من عالج تمام كده؟ يبقانا لما جي مثلا في امتحان وانت بتدمتحني عندنا وبسألك انت عارفت ازاي ان تقول يا قرن دخل على هالة اي حالتك اي يابني حال هايبر امسس طيب انت عارفت ازاي ان حالات هايبر ام suicس هتقولي لا من انتشرفت انتشرفت البعذة ايه قالتلي ان ابرجع طب انت عارفت ازاي ان الحالة دي shakyvern امسس الأعbesondere الإجابه الأساسيه وأهمه جدا اللي انتو تدخل حالة بأتقلك انا 개رجع ان الحالة دي hospitalised مش حالة دي محجوزة في المستشفى او احنا هنعجز حالة فوق حالة بترجع مرة ولا تنصصص او عندها morning sickness يبقى ان الحل الاساسي ليه عرفت الحالة دي قبل ما اتكلم في اي حاجة عشان حالة دي الحالة دي محجوزة فالhospitalization هو الbeen line of treatment في حالات الhyper ايه اللي بيحصل في البودي ايه اللي بيحصل في الجسم احنا قلنا بيحصل يعني مفيش اكل خلاص بيدخل البودي بأثر على all body systems تمام؟ all body systems ايه اللي بيحصل اول حاجة عندي liver اللي بيحصل مفيش غلوكوز هيحصل ايه؟ يبدأ الجسم يعتمد على other sources other than glucose علشان يصلى طاقة علشان شغل الجسم يشتغل فده بيعمل لي حاجة اسمها ايه؟ بيعمل لي حاجة اسمها fatty liver fatty liver هعتمد على الدهون هيطلع عندي الريزلت بتاعي هيحل طاقة اللي جلوكوز تمام؟ ويعمل لي fatty liver يبقى ده استياتوزيس يحصل عندي حاجة اسمها fatty liver على الكيدني يحصل نكروزيس نكروزيس يعمل yorenal tubular necrosis تمام؟ على الهارت يعمل لي weak blood vessels يعمل sub endocardial sub endocardial hemorrhage تحت الاندوكارديم جوه وعم تحت البركارديم بره يحصل weak blood vessels البرين حاجة اسمها يعمل لي حاجة اسمها ايه inkythalopathy specific for brain inkythalopathy يعني انت لما تلاقي حالة بدأت تبقى ايه مش بركزة وكيها وكلام ده تعرف ان حانا تدخل في inkythalopathy تمام؟ يحصل ليه peripheral neuropathy احنا قلنا من ضمن theories بتاع الhyber imsids حصل ليه بيساول vitamin deficiency vital for the functions of neurons علشان كده بيحصل عندي peripheral neuropathy لعينا بيحصل لها inflammation for nerves يبقى احنا عارفنا كده انه بيصل على ال liver على ال kidney على ال brain علشان كده لو لقيت general condition affected يعني بدأ لقيت لقيت liver function تمام؟ لقيت الحالة بدأت تدخل في inkythalopathy استعرف ان دي الحالة ايه hyper emesis طيب الحالة دي clinical مشكلة عامل ازاي؟ اول حاجة بتشتكي من recurrent vomiting العالة دي عملات رجع كل شوية وقلنا ايه نوت time of food or time of eating يعني مغلش علاقة بالاكل كلت مكلتش خلاص كده كده vomiting شغيل طيب اعمل لها investigation ايه؟ اهم investigation اهم تريادة عندي في ال hyper emesis هو body electrolytes ايه اللي بيحصل؟ مع ال vomiting ده العينة بترجع fluid فلما بترجع fluid ايه اللي بيحصل hymoconcentration يعني ايه hymoconcentration يعني fluid كمية اللي في الدم بيقل شوي خلاص؟ فتدخل في hymoconcentration ومعها بيقل الثلاث حاجات اللي هما ايه؟ hymoconcentration 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 فقلنا عندنا بيقل الثلاث حاجات اللي هما hymoconcentration hymoconcentration خلاص؟ السوديام والكرورايد ممكن علاقو بيه saline والسالين اصلا فيه سوديام والكرورايد تمام؟ فالعشان كده الحالة دي بتحتاج fluids في التريتمنت بتاعها طيب الحالة محتاجة بوتاسيام الحالة محتاجة بوتاسيام مره برضو زمان وهنا نايب فقلنا ايه nypestation طلع عندها السوديام والكرورايد والتريتمنت فقلت له خلاص يا جماعة طلعوه عشان احنا ايه هنبدأ نعلق لها بوتاسيام تمام وهنعلاها السوديام كورورايد ده خطتنا في التريتمنت فلاقيت بعد شوية فمطلع نايب دكتور الامتياز يطلع مع الحالة زبطها وطايم التمويد العلاج ازاي والكلام ده ده وانا نايب برضو من 15 سنة ما كانش فيه بقى الموبايلات ان انت كل شوية تتصل بيها فوق وكان الارض على طول عطلاء مفيش connection guys فوق فانت ابعت معها دكتور الامتياز خذي يا جماعة هناعمل كذا كذا بعدها بنص ساعة كده قلت له قد كده لقيت دكتور الامتياز بيقول لي انا جبت البوتاسيام اهو على هولها ازاي بطول ايه قال لي انا جبت البوتاسيام اهو مش عارف بقى ايه ان اعلي الارض ولا قليل حاجة معينه ولا علقه خلاص انا هفتح لمحلو العود الوقتي انا طبعا يعني وشي جاب الالوان كلها وهو ناله ما ناله من الشتائم انت حدقى كامل كده انت عارف خطورة تعليل البوتاسيام ده ايه انت عارف ان البوتاسيام ده بيتعلق في ICU لا لا ما عرفش طب ما عرفش انت حد قالك يعمل كده حد قالك يدي علاج تعالية البوتاسيام بوتاسيام ده ممكن يعمل صادين كاردياك الرست ما بنعلقش البوتاسيام ده في محلول كده وإحنا عادين في الإسم وفوق ولا في الاستقبال تحت فالحل اللي ما لقي عندها بوتاسيام ديفيشاند قريل في التحليل أنا بيبعثها تعلق بوتاسيام في ICU وإحنا بنسلم النباطشية البعض تقولك إحنا عندك في ICU حالة مش عارفة بلاسينتا اكريتا ولا حالة عندك مش عارفة بليك اكلمسي كنا حاجزينها في ICU خلاص نسيب نتيجة بليدن نتيجة اكلمسي نتيجة حية وحالة هيبراميسيام فانت فيهم ان حالة هيبراميسيام لم يهي في العنية بتعمل ايه علاج البوتاسيام إن ما كانتش ادميتهد فور سيستم ديس فونكشن فيه عندها مشكلة تانية تمام يبقى انت عارف ان حالة هيبراميسيام ايه بتعمل ايه في العنية تعلق بتاسم فالبتاسم ده مش حاجة بتعلق انت في الوحدة الصحية ولا بتعلقه لها في الاسم فوق ولا بتعلقه لها في الاستقبال كح لازم تبقى راحل على المونيتور عشان لو حصل اي فريشان اي مشكلة بيه في المتاسم هو بيعرف يتصرف يعمل ايه تمام ربنا انقذ الحالة ان الدكتور ده تصل بيه الاول محدش عارف كان ايه اللي ممكن يحصل قبلها محدش تصرف من دماغه انت حتى لو انت نيب بتسأل اعمل كذا بعد كده وتبقى متخصص في الموضوع ده وبشتعل زي ما انت عايز يا ربنا عن علم مش كده وخلاص مهم جدا جدا برضو Investigation of Complication لما تبقى تبقى الحالة تعمل تحاليل تقولك يا دكتور ما تقلل لنا التحاليل شوية يعني كل ده هنعمله وعلى فكرة التحاليل دي غالية جدا انا اتحطيت في موقف ان انا واحنا عادين في الاستقبال كنا بنبقى الحالات تعمل بقى ايه سي بي سي واي حالة بعديه كده على استقبال سي بي سي و بي تي و بي تي تي و اي امار بالمرة وهو ما عملها كده فانكشن و ليبر فانكشن وهشوف كده السكيبت و تمام وبعدين عملها السودية مكتسم و كل رايد ايه المانع انا متطمن كده على الحالة خلاص وكونا بنبعت الكلام الحالات تعمله وترجع ما احدش عارف بقى اتحطيت في موقف ان انا لقيت بنتي صاحية بتعمدها شوية بستيكسيز تمام فقلت ايه اتطمن كده شوف هل فيه عندها مشكلة او لا لا اعمل شوية انبستيكشن فعملت شوية انبستيكشن بسيطة دي اللي احنا بديها للحالات دي لقيت المبلغ طالع مش عارفها 850 جنيه كلام ده من 3460 850 جنيه و طول نعم ايه ايه اللي 850 جنيه ده ايه و اعملت اعملها بقى الابومين و اعملها سيرام الابومين و اعملها تمام العادي دي احنا بطوله منعينين على فكرة ما كنتش متوقعة ان كل المبلغ ده احنا بنعمله الحالات اللي في استقبال و كل دوله بيتفاعوا كل الكلام ده و احنا بيتكلم بقى يقولك يالله منعالج انت شغلك كدكتور بقى تحدد بالظبط انت محتاج ايه اه حالت البليئ اكلمسيا والاكلمسيا لازم اقب منهم لانهو بيقصر اقصر على السيستمز كلها انما مش كل حالة معدية هتحجزها ولا هتولدها تروح عاملها كل الفول اللاب ده كله انت كدكتور عامل زي الدكتور اللي بيعالك سمتماتيك انت عندك سخونية وكحة وإسال وترجيع يبقى دول السخونية ودول الكحة ودول الترجيع ودول الإسالة مش كده الدكتور الشاطر اللي روشيتة بتعطيه متبقاش مريانا ووشه وده مش بتعالك انت سمتماتيك شوف ايه المين غيله في تريتمنت هو ده اللي بتعالجه هو ده اللي بتكتب العلاء الدواء والدويين تمام فانت بتعمل بقى ايه Investition of communication هنا مهم جدا غير الصغيرة بتاع الصودية متاسية منت كرو رايد اعمل لها Investigation for Complication اللي هي ايه بقى ان اشوف ال liver function kidney function اعمل لها ECG خلاص احنا قلنا بأسر على الهارت اعمل لها EEG اشوف عليها brain brain study CT الحاجات دي مهمة ليه؟ علشان احنا الhyبر امسس ده من ضمن الحاجات اللي ممكن نعمل لها Termination of Pregnancy بسبب Vomiting ده افكت general condition العينة دي ممكن تدخل في Retinal Detachment خلاص يعني العينة دي هدخلها في سكة راجعة علشان كده في حالات بنعمل لها Termination تبقى الحالة بترجع كويسة جدا مناسبة الله احنا عارفين من الترجيع ده حاجة حلوة في الحمل اه حاجة حلوة يا حاجة بس مش كده الترجيع اللي عندها ده ترجيع مرضي الترجيع المرضي ده هيبدأ يؤثر عليها هي مش على الجنين الجنين على فكرة بينزل كويس جدا لانه الهايبر امس ده حالي يعني العينة ده متكون كويس خلاص فالحالة اللي بتقولك انا برجع في التليفون وعايزة تطمن يا دكتور تصل بس لحالة الساعة 4 الفجر المعادة العادي اللي بتعودها على التصل زي ما اتفقنا ف4 الفجر بترجع بترجع ترجع ده بقى الوقت دي بقى لنا 4 تيين فعادي بقى هي ايه السؤال دلوقتي فايه بتميلوا الترجيع ده يا ستي فيه ايه لتك لا معلش نعايزة اتطمن دلوقتي فاميني عليها تطمن على الجنين لا معلش كي ستي هو العيل ده كويس متلاقيش لا لا يا دكتور لازم اشوف لازم اتطمن عليها اشوف طب انت تشوفيه الساعة 4 الفجر اشوف خلاص فاحنا نبقى فاهمين ونفاهم العينين ان كل ما زاد البوميتيج او يعني البوميتيج اللي بيبقى موجود ده ده من علامات ان الجنين ده كويس جدا لان الهتش تشي العالي معنا ان الهتش تشي العالي معنا ان الهتش تشي العالي ماشي نورمال كويس تمام من ضمن الحاجات المهمة اللي نسينا نتكلم عنها هي ايه الحالات اللي بيحصل فيها هايبر ايميسس اكتر تمام احنا قلنا هايبر ايميسس ده اتش تشي جي خلاص بيبقى اكيد اتوقع ان الحالات اللي يكون عندها الاتش تشي جي اعلى شوية خلاص هي الحالات اللي هيحصلها بوميتيج اكتر اللي هي اتكلمنا عنهم اللي هم مين اول حاجة البزيكرارمول صح؟ فانا متوقع الحالة اللي بتجع قوي دي عندها البزيكرارمول ممكن تكون الحالة دي ملتبول بريجنانسي يعني ملتبول بريجنانسي يعني حامل في 2 3 اربعة وعلى فكرة مش بالبيتا اتش تشي جي بحدد الحالة حامل في 2 ولا 3 يعني ممكن نفس الحالة لو هي مثلا عندها سنجل بيبي سنجل ايمبريو يطلع الليفر مثلا من 10 تلاف لكنهم هم تونز هيبقى اتناشر مثلا لكن مقدرش اقول الحالة دي بالليبر بتاعها ان التونز هيبقى اعلى شوية من غيره لأ هو اعلى شوية بالنسبة لنفس العينة تمام؟ اتش تشي جي يعني ايه؟ يعني لمسلا مقدرش حدد من الليفر انها حامل في سنجل بيبي ولا في توينز خلاص؟ لا احنا بنقول انها نفس ومقدرش حدد ما بين حالة والتانية مش الرقم الاثناشر في الوقت ده معنى انه هو مالطبول ورقم العشرة معنى انه هو سنجل لا انا بقول نفس الحالة لو كانت حامل في واحد كان هيبقى عشرة ولو حامل في اتنين هيبقى اتناشر خمستاشر تمام؟ علشان كده المالطبول بريجنسي حالات التوائم للبوميتنج عندها بيبقى اكتر شوية خلاص؟ ايه تاني؟ الحالات الاكتوبك بريجنسي خلاص؟ ليه الاكتوبك بريجنسي بيحصل معاه بوميتنج؟ ليه؟ احنا قلنا ممكن ميبي اريتيشن بريتونيام خلاص اريتيشن بريتونيام الواحدة وانت بتفتحها سيكشن ليه نيما سباينال تلاقيها جات عند حيطة البريتون ده وتلاقيها عايزة ترجع ليه؟ دستيميليشن انت دستيميليشن بتاع البريتون ده يينديوس الليوزيا بوميتنج تمام؟ ممكن يكون حالة بريكلمسيا احنا ناخد بعد كده في في السيمتوم بريكلمسيا ان يحصل ايه؟ ستريتش على الهيبات الكابسول فيزود الانسانس في ايه؟ هارت بيرن ان بوميتنج خلاص؟ طيب افرق احنا قلنا الحاجات دي ممكن تحصل في البريكلمسيا ما بيحصلش ايرلي انما لو حالة فريستريميستر هتشك اكتر في بوميتنج ان يكون ايه؟ يا اما يكون يا اما يكون مالطيبور بريكلمسيا او مي بي اقل شوية يكون طبعا نفرقهم ازاي؟ الالتراساون صح؟ لو انت حالة جيالة كنت عارف انها بريكلمسيا عادي وبعدين بعدها بسبوعين لا تزادي الفوميتنج مش مشكلة لا لا احنا شمتاجين اطامن على عالف حاجة ماما دنيا كويسة؟ لكن واحدة عندها اكسيس الفوميتنج بالمنظر ده الالتراساون is mandatory ليه؟ عشان نفرق ازا كان ده normal pregnancy ولا ده فزيكورار مول ولا ده ايه قصدي معاليش multiple pregnancy ولا ده اكتوبيل pregnancy صح كده؟ طيب انت خلاص شخصت وعملت وكل حاجة هتعمل لها ايه بقى؟ انت شخصتها وعرفنا عملت لها وبدأت تدخل في ده hydration كمان شايفين ده؟ dry wrinkled skin اللي هو انت تعمل ايه؟ الـ examination ده فتلاقي الـ skin انت بتعمل بتاخد الفولد ده الفولد ده بيفضل موجود ده من علامات dryness sunken eye dry tongue تمام؟ تقول لها اغتاع كده تلاقي رئة ناشف مفيش مالهاش مفيش salvation كويس تمام؟ طيب قولنا هنعمل لها ايه؟ الـ prophylaxis ايه؟ الـ prophylaxis ده ان العينة يبقى اولا اكلها وشربها بتبعد على الاكلات اللي بتزود الـ vomiting اللي هي ايه بقى مايبقاش الاكل بتاعها spicy مايبقاش الاكل بتاعها مسبك ومشطط والكلام ده ده بروفيلاكسس شوي عشان ما نعملش استيميليش على الـ heart كمان للقاصل للسمك كمان في بقى في عندي heart burn غير الـ vomiting تمام؟ وعالج الـ vomiting emergency early ماسترناش على العيانة بالـ vomiting ده كل غاية ما تقلب بـ hyperimesis صحا كده؟ طب ايه treatment بقى؟ اول حاجة في treatment على الـ hyperimesis هو hospitalization واصل او الـ حالة دي مش تعالجها في البيت هتعالجها في المستشفى تمام؟ وتقعدها في ايه dark room وتقعدها في اوضة هادية خلاص عشان مايحصلش ايه I psychological disturbance عادها يزود الانسان في ايه hyperimesis خلاص؟ وبتتابعها تابع vital signs تمام؟ وتشوف الـ vomiting بدأ يقل ولا بيقلش اول حاجة بعملها ان انا بصلح الـ general condition ازاي صلح الـ general condition؟ نعملها واحد nothing but oral يعني ما تاكلش ولا تشرب حاجة قد ايه؟ 48 ساعة ليه؟ انت كده كده هتدي فلووز عايز تريح السمك شوي عايز تريح فم المعدة فبتبعد الاكل والشرب خالص وبتعمل انت ببتدي الفلووز دي والفلووز دي لها معادلات ما تقلش عن ثلاثة لتر بيردي مش شغلك تبقى فاهم الكلام ده وكمان بيكون فيه نوتريشان مش بدي جولوووز خمسة في المية اعلى الحالة قاعدة محكوزة يومين وعملة تقض في جولوووز خمسة في المية ورينجر وصلاين فيه نوتريشان فيه الجولوووز عشر في المية فيه نوتريشان له معادلات برضو يعني انت مش تقضي الحالة على شوية صلاين وشوية رينجور صح كده؟ مانعت الاكل والشرب فانت بديديها نوتريشان ده اي فيه وكمان خلاص؟ ولازم تأكد على العيانة احنا مش هلأكد لو نشرب حاجة في 48 ساعة دولة طب يا دكتور طب يا حاجة بسيطة طب تقويها طيب يعني هتقضت كده يومين اه ولا اكل ولا شرب ولا تخطش نقطة مية بقى خلاص؟ احنا هنزبط الدنيا كويس بالعلاج بتاعنا ممنوع تاكد لو تشرب 48 ساعة بتزبط بتبص على عيانة كل يوم الصبح وانت بتبص على عيانة الصبح لازم تبص فين مهم جدا في حالات الهيبر اميسيز تبص فين غير ان انت تبص على جيران الكنديشن تبص على تحت السرير ليه بقى؟ العيانة بترجع يا دكتور طب تمام بقى ناصج بأورر لربعشين ساعة وبص عليها بقى تاني يوم يا دكتور الترجيع هو هو نفس العشر مرات اه نفس العشر مرات تروح على طول ايه؟ طب انت قالت ايه؟ ما كاريتش لأ ما عادش بس يقول ليه بس كده انت قالت لو حقا بسيطة حتى ربنش كده بس عارف فتلاقي من طلعك بتحت السرير تقول لك ده صبعين محشي ده شوية مكارونة و بحطة صدر بطة بس يقويها شوي يعني احنا عمالين نعالج من هنا وانت عمالين تحديك مكارونة ومحشي فعلا تلاقي بتحت السرير كده بتخيب شوية حلل صعبان عليها الحاج صعبان عليها البنتات انت كده بتضريها يا حاج انت كده بتضريها احنا اقول لي مفيش اكل يعني مفيش اكل 48 ساعة تمام فبتاكل عشان انا اعمل لما بقى اسمح بالضايد بعد يومين هنسمح باكلات بسيطة وخفيفة خلاص الاكلات دي تبقى حاجات كاربوهايدريتس بس ما تبقاش فيها دهون ما فيش فيها اي حاجات سبايسي تمام متاكلش وتقومش بعانة تاكل حاجة بسيطة واستانة ساعة وتاكل ثانية ساعة وتاكل ثانية وبعدين قدي ميديكيشن طب ده كل من غير علاج فين العلاج بقى الميديكيشن بتاعنا الدراجز اللي احنا ميديها عبارة عن ايه؟ احنا قولنا زي خلاص مش احنا قولنا الثيوريز بتاعي الليرجيك فهنا بدي حاجة انتيستامينيك تمام؟ و بدي حاجة انتياميتيك و بدي فيتامين بي كومبليكس تمام؟ وبعدين هي حاجة سايكولوجيكة اللي ممكن اديها سيديشن يبقى هما دول الاربع كلمات بتوع الثيوريز بدي بغض النظر عن اساميهم ايه والتيراثوجينيستي فيهم ايه وهو كلاس ايه في البرجانسي تمام؟ فاحنا بنيدي ايه مش شغلك يعني الكلام ده دلوقتي ان احنا بنيديها ايه؟ بنيديها انتياميتيك تمام؟ انتيستامينيك فيتامين بي كومبليكس ان سيديشن خلاص؟ وعلى فكرة السوق كله كل تريتمنت الموجودة فيها عبارة عن تلات حاجات بقوله هاتي تريتمنت اصلا الموجود عبارة عن انتيستامينيك مع انتياميتيك خلاص انت اديتها دراجز والحمد للدني تحسنت وغالبا انا بتقعد يومين 48 ساعة بعدين يوم او اثنين بعدها لغاية ما نسمح بالاكل ونتأكد ان ما فيش بوميتنج بدأ يظهر تاني وخلاص والعينا بتروح الشرط ان التريتمنت بتاعي هيضيع بوميتنج تماما بس ترجع على الاقل المولنج سيكنس او بوميتنج بريجنسي فيه ناس بتعالج بسرعة وفيه ناس لا حالات الانسيكتور المول قولنا علاجها حالات الملطم بريجنسي ما يبيل لعلاج ممكن ما يجيبش نتيجة قوية خلاص؟ لكن على اقل ما بقتش غايبر امسس احولها لحالة ايه بوميتنج بريجنسي اقل بس البروجيشن علشان ما يحصلش افكشن ليه ترمينيشن اوف بريجنسي الترمينيشن هنا معقولة يعني واحدة عندنا بريجنان تبترجع كتير كده فوما انا عملها ترمينيشن اه انت اعمل الانديكيشن اوف ترمينيشن زي ما انا كتبت الكونتراسيبشن في كل المنهج فانت هتتلب اخر صبحة برضو هتكتب فيها انديكيشن اوف ترمينيشن اوف بريجنسي يعني عيانة كارديك والعيانة دي عندها مشكلة وهتافكت المشكلة عندها وهتعمل لها العيانة هتدخلها في متر الموتاريتي وانت سايفة؟ لا! في حدا اسمها انديكيشن اوف ترمينيشن اه معي؟ خلاص؟ في حدا داخل معانا في الصوت؟ مشكلة خلاص؟ اه خلاص فانحن قلن ايه اه هنشوف ايه لديكيشن اوف ترمينيشن اوف بريجنسي في كل موضوع من الموضوع بالموج Любال two mid-flower فاحنا هنا ترمينيشن رو برجنسه امتا بعمل ترميشن لحالة هايبر اميسيز امتا؟ لو بدأت تطور في استارفشن يعني افكشن اوف ذا شيني الكوندشن يعني لقيت مشكلة في الليفر انزيمز خلاص لقيت مشكلة داخل في إنكتفالوباثي لقيت مشكلة في الكيجن خلاص لقيت مشكلة في الريتنا في الاي اي مشكلة تحصل منهم افكشن الكوندشن لايز معي ترميشن خلاص ايه تاني ايه تاني بعمله لو كانت العينة دي عندها برسيستان بومتينج نوت رسبوندنج تو ميديكال تريتمينت يعني خلاص ما فيش رسبونس كل اللايينز وف تريتمينت استعملناها وانجيكشن ومحليل وكل الأنواع وصلنا لأعلى أنواع اللي هي أصلا شخص جاتيجي ويسي في البرينانسي يستخدميننا كل الأدوية وما فيش فايدة يبقى يا إما برسيستان بومتين نوت افكتد أو نوت او ان يكون فيه ايه افكتشن طب الترمينيشن بعمله ازاي الترمينيشن ده احنا قلنا ده موضوع تاني اسمه ترمينيشن حسب سواء انت هتعمل او هعمل والسيرجيكال ده هل هعمل دي انسي ولا هعمل هستروتومي هفتح ولا هعمل سيرانسيشن ايا كانس الموضوعية غالبا دي حاجة ايرلي فالايرلي ده غالبا بعمله بي ايدر دي انسي ايدر بيديكال او باي دي انسي تمام كده احنا خلصنا موضوع الهايبر اميسيس في حد عنده اي سؤال اتكلمنا النهاردة عن موضوعين كده احنا خلصنا خلاص موضوعين هما الفيزيكورة المول والهايبر اميسيس لو حد عنده اي سؤال انا وصلني على فكرة مجموعة من الاسئلة على الواتس تمام على الواتساب فانا ان شاء الله بإذن الله هجمعهم كده على بعض عشان الناس نستفيد هجمعهم على بعض وهبعتهم على الواتس وهرد على كل سؤال سؤال فيه لسئلة اللي جاتي نعريش بس ان انا اكتورا نرهاني كتورا نرهاني كتورا نرهاني كتورا نرهاني كتورا نرهاني طيب اتفضل ممكن تشعر بأكسيتوسن وازاي قدر استخدمه فيه الفيزيكوررمول احنا قلنا ان الفيزيكوررمول لما بتيجي تعمله إذاكيوشن خلاص بس نقف بعد إذنكو بس انا في حد صوب داخل معايا مش عارفة نورهين نريكي سؤال نورهين كتبالك سوري ده رفعتها بالغلط ما ترفع بسألي يا نورهين بي المشكلة بسألي في عندنا الأكسيتوسن ده نحن قلنا ان الفيزيكوررمول لحالة بتاعه ان انا بعمل إفاكيوشن خلاص بفضل فالإفاكيوشن ده اقدر قدي معاها ميديكل تريت انت ولا مديش خلاص أقل من عشرين وسبوع مش بدي أكسيتوسن مش بعلقه وانا بعمل إفاكيوشن احنا قلنا ما بعملش أي إكبوليك قبل ما اعمل إفاكيوشن الكلام ده العينة نايمة هي خلاص وانا بعمل إفاكيوشن دلوقتي فلو انا اقل من 20 اسبوع مش بعلق اوكسيتوسين مش بعلق حاجة بتعمل التساعد معي في الافكيوشن خلاص لكن بعد 20 اسبوع انا بعلق الاوكسيتوسين ده ليه علشان خلاص الريسيبتورس بدأت تشتغل فيحصل رسبونس كويس فالكونتركشن هيشتغل معي فانا مفيش رؤول ليه الميديكال تريتمنت ان انا بدي تابلتس العلاج بتاعي عبارة عن انجيكشن اللي هو الاوكسيتوسين ده اللي هو سنتيتك اوكسيتوسين اسمه سينتوسين تمام؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ طب تمام احنا كده خلصنا دكتورة سامر خلاص موضوع الاكتوبك مبارح معلش يا دكتورة سامر اه لا انا كنت بقول اه انا 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 لقيت يعني انا عارفة السجل ازاي بويس عادي خلاص تسجيل صوتي بس في حاجات كتيرة كنت ببس انا عايزة شاور على الالتراساوند اقول دي ستاك ودي مش عارف ايه انا بصراحة دورت على طرق كتيرة بس انا معرفتش اوص الله ان انا اشرح وان الشرح بتاعي وانا بشرح مسلا اشاور على المكان اشاور على الساك اشاور على كده ان الماوس يظهر معي في التسجيل فهمين؟ انا معرفتش انا معرفتش اعمل كده لو حد حتى حتى من الطلبة لو حد عارف برنامج ان اقدر انا وانا بسجل اشرح اشاور على حاجة تمام؟ وانا بشرح الالتراساوند تمام؟ وانا بشرح ازاي جد بيمشي وازاي مش عارف ايه فبحتاج اشاور على شكل لوتراس ولا حاجة ده أوقع مني أنا أتكلم كده وهم مش شايفين أنا بشار عليه في الصور فأنا مش عارفة لو في حد عنده البرنامج ده يبقى أحسن بدل ما الموضوع يبقى فيه إفادة أكتر لو حد عارف حتى يبعتولي على وقص وأنا النهاردة ممكن أعمله أو بقرة بالكتير لو أنتوا بعتولي البرنامج ده تمام أنا برضا بطس عليك كده وشوفوا حضرتك البروغرام وبعته إن شاء الله ولو ما كانتش كده لو حتى ما كانتش يعني هدتين يزوم نحضر المحضرة كانت هايلة جايل فل ما شاء الله تمام شكرا دكتورة شكرا دكتورة بسمة مشكرا غالبين في الناس من بيدي هونيت عشان ناس قاعدة في البيت بس الحمد لله من حضرت لو بس حد عنده أي ساعة عشان نختم المحضرة منشكرك يا دكتورة بسمة بجد وديدها ورأي دكتورة رحمة وريد أتعبتي من بعد وبيشاركوا دكتورة رحمة وريد موجود معنا ومتابع يعني كل الخطوات في الوقت من القاناليست لو عايزوا لأي حاجة ولو في أي حد مطالب عنده أي أسلة بسمة جاهزة لنا أقرب عليها إن شاء الله وعندهم من الراون ساعة كاملة دكتورة صمت؟ ساعة 12 بإذن الله دكتورة دكتور وريد بإذن الله أنا كده يا جماعة خلصت الجزء بتاعي تمام؟ إن شاء الله من بكرة يبدأ معاكم واحد زميل إن شاء الله بإذن الله وأستاذ صغيري لو حد عنده أي سؤال في الجزء اللي فات كله لا يريت لو نقرر نهارده قبل ما نبدأ معواضيع تانية بكرة لو حد عنده أي سؤال يبعط لي عاجي على الجروب بتاع الواتساتي ميريت يا شباب نبعط على مش عالبرايفيت نبعط على الجروب عشان الأسئلة آه شكرا يستفيد كله أيها بالضبط شكرا لدكتور باسما أنت عرفينا شغطين الله يخلي شكرا لدكتورة صمت شكرا لدكتورة صمت شكرا لدكتورة صمت ستنعى الانتصال الآن لديكتورة صمت لديكتورة الواتفادة لأممال لديكتورة